نضم كل من مصر ونيجيريا وتنزانيا وتشاد منتخب ناجيريا صحب 3 ألقاف في هذه البطولة 4 نقاط من فوز على تشاد بهدفين وتعادل أمام تنزانيا مصر في المركز الأول في هذه المجموعة 6 نقاط فوز على تنزانيا 3 شهر وفوز على تشاد 5 واحد تخب ناجيريا اليوم يطبح في الفوز مع المدرب القديم الجديد سياسيا الذي وضع تشكيله في مباراة اليوم لمنتخب النصور الخضر أمام منتخب الفراعينة منتخب النصور الخضر اليوم في حراسة المرمى إكمي رقم 1 أمروز رقم 5 وبابونا رقم 2 وعبد اللهيشيو رقم 13 وأموزي رقم 6 وسط الملعب جون ميكل أوبي رقم 10 وإتيبو رقم 4 واللعب أحمد موسى 7 في المقدمة كليتشي إيناتشو رقم 8 أوديون إيجالو رقم 15 أيضا اللعب موسى سيمون في هذه التشكيلة التشكيلة اللي أمامنا في مباراة اليوم إيجالو رقم 9 وكليتشي إيناتشو رقم 8 تشكيلة سامسون سياسيا تولى المهمة بعدما تمت إقالة المدرب ساندي أوليسي في مطلع هذا الشهر وتولى سياسيا اللي ليس بغريبة عن الكرة القدم في ناجيريا قدهم إلى وصافة كاس العالم للشباب 2005 أيضا إلى فضية أولمبياد 2008 هكتور كوبر أمامنا الأرجنتيني في اختباره الجاد اليوم بتشكيلة أحمد الشناوي في حراس المرمى في الدفاع عمر جابر أربع رمي ربيعة 3 أحمد حجازي 6 حمد طلبة رقم 20 وسط الملعب إبراهيم صلاح 5 ومحمد النين 17 يلعب أبنالا السعيد رقم 17 في الجنب اليمين محمود حسن تريزيجي رقم 7 وفي المقدمة محمد صلاح رقم 10 وأحمد حسن كوكا رقم 9 حكم مباراة اليوم جاني سيكونزي الحكم الزنبي وبداية اللقاء ومنتخب ناجيريا مباراة ضمن المجموعة 7 13 مجموعة يزعد منها 13 فريق اللي بيحتلوا المركز الأول ويتم اختيار أحسن 2 تواني من المجموعات 13 عشان يبقى العدد 15 ينضم لهم منتخب الجابون اللي هينزم النسخة القادمة ان شاء الله 2017 مصر 7 ألقاب ومنها 3 ألقاب متتالية 2006 و2008 و2010 ثم غياب في 3 نسخ متتالية للمنتخب المصري 2012 و2013 وأخيرا في 2015 أحمد موسى هدي أمامنا أحمد موسى السريح في اسكا موسكو خطرة جدا خطرة جدا أول كرة من أحمد موسى وبداية هجومية المتخب الناجيري الكورات العالية متخب المصري ما أول كرة خطرة من أحمد موسى بمهور كبير في ملعب اللقاء ملعب أحمد وبيالو وبالمناسبة رئيس وزراء لشمال ناجيريا كان هناك عاصمة الشمال مدينة كادونا في الفترة بعد 54 لعام 66 هدي أمامنا الانطلاق أحمد موسى عمل أول خطورة على المربى بالكورة العرضية اللي كانت طبعا فيها خطورة كبيرة هدي أمامنا السلام محمد النيندي مواجهة أمام لعب المان سيتي لعب المان سيتي رقم 8 اللعب كليتشي إيناتشو المحترفين الثلاثة لمنتخب مصر أحمد حسن كوكا لعب سبورتينج براجا اللي وصل يعني إلى النتيجة رائعة جدا إلى الضربة النهائية في الدوري الأوروبي هيواجه فريق نادي شختار الفريق الأوكراني سبورتينج براجا أيضا محمد صلاح نجم روما ومحمد النيني نجبل أرستر في حين تشكيل الموجودة النهاردة اللي عملها سياسيا فيها لعبين صغار من طبعا المتخب النجي هدي وسط الملعب إيه توب أحسن لعب ساعد في إفريقيا في عام 2015 جايز اللي فاز بيها ميدو في 2002 واللي فاز بيها مارتنز في 2003 وأوب ميكيل 2005 وطايتايو المدافع 2006 وكان أخيرا كان فاز بيها اللعب إيه توبو في 2015 وقبله كان فاز على فكرة اللعب إبراهيمي كان فاز بتلك الجائزة في 2014 نظرك الجوائز لأنها مباراة قمة وقمة تاريخية دائما ما بين المنتخب النجي والمنتخب المصري نتذكر آخر فوز لمصري رسميا كان على نجيليا 3-1 في أمم إفريقي 2010 أنجول عمد متعم واحمد حسن العميد وجده كان سجل اللعب أوباسي أمامنا كل علي أطول عمر جابر عمر جابر وتدخل موزل سيمون لعب اللي أمامنا لعب نادي جانت لعب اللعبين المميزين الحياة هذه موزل سيمون بيلعب في الجبهة الشمال مميز أوب المراوغات والتزديدات وأيضا بالفولات بداية اللقاء من التوفيق منتخب النهاردة مطالب بالأداء الجماعي مطالب أيضا بالتركيز والالتزام والقتال والروح من أجل الوصول إلى الترشح والتآهل ببطولة غبنة عنها في آخر 3 نسخ منها في غينة الاستوائية والجابون في جنوب إفريقيا في غينة الاستوائية أيضا 2015 ننتظر إن شاء الله التآهل والترشح رامي التباسم رامي التباسم يلعب اللعب ستانلي وموزي يلعب النهاردة في اللقاء بعد فترة غياب يلعب في أولينانسي لعبين اللي لعبه مع المنتخب اللي تآهل للأولوبياد هذه الكرات العالية الشناوي على طول يردع الشناوي أحمد الشناوي أحمد الشناوي حارس مرمى مصر النهاردة عسام الحضر الإصابة اللي ألمت به الشد اللي جاله فيه طبعا للتنريب الأخير عسام الحضري اللي عادل المنتخب أردع بودلاء مصر محمد الشناوي ورمضان صبحي واحمد دويدار وصبر الرحيل ومراوان محسن وحسام غالي وطرق حامل خرج بالقايمة عمر وردى وعلي جابر وعلي جابر ومؤمن زكريا وأيمن حفني وعمر جمال وحزم إمام كان الصاب قبل الصفر اللعب مصطفة فتحي واستبعاد طبعا كهرباء وبس المرسي أسماء الغير الغيبة زحمد فتحي برضو بالأسماء الكبيرة الغيبة هادي أمامنا كورة تعود استلامة لطول وسط الملعب محمد النني محمد صلاح يستد صلاح لكن تصل أوبي ميكان في تخبطات إدارية في المنتخب الناجيري هادي أمامنا الصراعة والصراعة ودي رامي رامي ربيعة والكورة يطلحها مع بقى واحد يعني المهاجمين الموزين أوديون إجاله قدرات تهديفية عالية جدا لعب نادي واتفورد فريق واتفورد اللي عمل مفاجأة كبيرة وأخرج نادي الأرسل في الإف إيكاب وكان سجل اللعب في تلك المباراة اللعب إيجاله بعدما كان صايم من 23 يناير حوالي يمكن 40 يوم صيام عن التهديف كورة العالية تعامل مع كورة العالية الاتطاق بالكورة عمر جابر لغبطة لغبطة ما بين عمر جابر في اللعطة الماضية واللعب اللي طبعا في اللعطة الماضية كان محمد النيني هذه النيني وعمر جابر ولكن يتدخل رامي ربيعة في توقيت رائع رامي ربيعة كورة العالية اللي بتعمل ارتباك هم حاجة بقى نتعامل مع هذه الكورات بيقز أول ركنية هجمة كده بدون داعي ارتباك في اللعطة الماضية لكن على طول رامي ربيعة غطت ركنية ملفوفة حلوة أوي هذه أمامنا على طول يطلع أبراهيم صلاح تزديدة البعيدة من جانب اللعب اللي بيسدد اللعب أموزي منتخب النجيري بما يملك بقى من سرعات وقوة والتحامات ولكن المنتخب المصري النهاردة مطالب إن شاء الله بالأداء وبالحفاظ على اسم وطاريخ كورة القدم المصرية اللي بتبحث عن يعني العودة للمشاركات الإفريقية ده غير بقى طموح كأس العن كون على طول ملعوبة على القائم الأول راجع أمامنا هنا بيقدر دور الدفاع أحمد حسن كوكا وتسلل تعالى تعالى متسلل أحمد موسى أمامنا هو قال عايز تسجيل مبكر في مباراة اليوم في أول ربع ساعة عايزين نسجله استغلال الجماهير أحمد موسى واحد من اللعبين دي ما يملكه يعني كان هو الكابتن على فكرة كان القائد مع المدرم السابق اللي طبعا ترك المهمة صنديق ليسي مشاكل كبيرة قوي مع الاتحاد لكن مع تولي سياسية المهمة يعني أعطى شرط الكابتن للعب أوبي ميكل هو القائد حتى هو يعني نهاردة بتشوف عبدالله السعيد قائد المنتخب المصري في غياب الحضر وغياب أيضا حسام غالي بتشوف عبدالله السعيد النهاردة تمنا التوفيق للعيم منتخب مصر حمد طولبال مفاضلة مع سابر رحيل حمد طولبال من لعبين المميزين جدا نلتزاب وانضباط وبيشارك أمامنا هو عند 34 سنة ويلعب مباراة الدولية الخمسة مع المنتخب الوطني المصري هيكتور كوفر 42 لعيب مع هيكتور كوفر قياسا طبعا بما كان مع يعني مع بوب بردلي مثلا عدنا التسعين فشلنا في التآهل في الفين واتناشا خروجنا في مجموعة كان فيها النيجر وجنوب إفريقيا وسيرليون فوزنا عن نايجر وتعادلنا مع السيرليون وبعد كده كان الكابتن حسن شحاته المعالم حسن شحاته كان مع المنتخب ثم بوب بردلي خرجنا أمام أفريقيا الوسطى بعد الخسارة في القاهرة اثنين ثلاثة والخسارة يعني كان طبعا سبب في خروجنا بعد تعادلنا في أفريقيا الوسطى كان تعادل واحد واحد ثم بقى الخروج الأخير مع كابتن شاوغ غريب في مجموعة ضم التونس والسنجال وبوتسوانا وعرفنا الفوز في تلك المجموعة فقط إلقاء أي بوتسوانا لكن حتى الآن فوزنا في المباراة الأولى على تنزانيا تلاتة الأشياء وعلى آآ تشاد بخمسة واحد عبدالله الصعيب عامر جامل عايزين نلعب لعبنا يعني عايزين الأداء المصري يكون الأداء اللي بيترجب الكرة المصرية مع وجود اللعبين المحترفين المصريين ووجود أيضا اللعبين المحليين على طول يشيل للمرة دي أحمد حجازي تحرك حلو قوي إبراهيم صلاح خبرات العالية النهاردة المفاطلة إبراهيم صلاح ولا طريق حامد الخبرى اللي عند إبراهيم صلاح خلال مشواره مع نادي الزبالك قبل رحيله إلى نادي سموح على سبيل الإعارة أدي أمامنا هنا من تابع محمود حسن تريزيجي لعب المعار من نادي الأهلي نادي أندلاخت في ملجيكا واللي أمامه مهلا نادي أندلاخت بقى لحسم الأمور حتى خمستاشر إبريل محمد صلاح تغطية دفاعية على طول أدي صلاح معا اللعب عبدالله اللعب رقم تلاتاشر اللي بيلعب في الجنب الشمال بداية الهجمة عن طريق الجمهة الشمال أنا شوف بقى الجمهة الشمال أدي موزيس موزيس سيمون يلعب في نادي جنت أدي كليتش إيناتشو عمر جابر على طول تغطية واحد من أفضل اللاعبين المصريين في الفترة الأخيرة اللعب عمر جابر عمر جابر المتميز حقيقة النهاردة في هذا المكان ومواجهة صعبة مع موزيس سيمون أمامناه اللعب رقم 15 بودلاء المنتخب الناجيلي دانيال إكبيتجي في حراسة المرمى إتشي جيلي وفيكتور موزيس وأمينو أومان وأيضا اللعب كالو أوروجي بالإضافة للعب أوزو بيوكي اللي ضمن البودلاء وأليكس آيوبي لعب نادي الأرسل زميل محمد النيني اللي كان تعرض لنزل معاوية بعد يعني طبعا انتقالوا وصفروا إلى كادونا حيث تقام هذه المبرة سيمون موزيس مرة تانية على السلام أحمد حسن كوكا فور معاليا أو مع سبورتينج براجع ودي انتلاقها هذه محمد صلاح الكرة العرضية تريزي جي في الانتظار ولكن هنا تغطية الدفاعية على طول من جانب اللعب عبداللهي هذه تغطية من جانب اللعب عبداللهي اللي بيلعب في ماديرة اللعب اللي كان اللعب أمام أحمد حسن كوكا وفريق كوكا فازق بهدفين ادي كوكا لكن أرضية الملعب شكوى كان من نجيلة الملعب كرة على طول تشوف أمامنا النهاردة حتى في تعديلات عاملها في ملاكز اللعبين هاردة بتشوف تعديلات بيلعب عبداللهي في مركز الزهير الأيمن وبيلعب أمروز مع اللعب أبوبونا في الدفاع في قلب الدفاع سياسيا أحاديث وتصريحات كثيرة ظهر من خلالها الثقة في اللعبين وقال إنه هو لن يترك المنتخب الناجيري يلعب يعني كرة القدم إلا الكرة المناسبة لهذا الاسم وهذا الفريق فشل في التآهل في 2012 عندما كان مدربا للفريق الأول المنتخب ناجيريا اللي احتلت وقتها مركز ثاني خلف غينيا وكان معهم أثيوبيا ومضغشخر في تلك المجموعة حتى الآن التعادل السلبي 11 ديئة 11 ديئة تعادل سلبي 56 سنة تاريخ المواجهات يعني باللقاءات الدولية والودية والأيضا المنتخبات الأولمبية 23 مباراة فوز ناجيريا في 10 تعادل في 6 وفوز مصري في 7 لقاءات استهلينا الفوز 6-2 في ديسمبر 59 يا بتنصالح سريم هدا فين شيخطاء إسماعيل بنا نديره الصحة كابت الرقفة تعطية حمدي عبد الفتاح في تلك المباريات طبعا المنتخب بصري كتحضوزه أوفر على المنتخب الناجير كورة ترجع على طول حارس الماربة كارل إكمل حارس ماربة بيلعب في وولف بيلعب في وولفر هامتن على طول أمروز لعب المدافع لعب فريق السلتك يلعب الله عبد الله شيهو يلعب في الجنب اليمين يغياب كل من كينس أميرو النهاردة بيغيب كينس أميرو بيغيب أيضا اللعب أجوبالو لعب نادي ماينس وأيضا بيغيب اللعب أونازي للإقاف لعب نادي نادي بداية الهاجمة كورات ومحاولات أمامنا كورات اللعب أبوبونة لعب المدافع تحرك في الجنب الشمال على طريق اللعب أموزي أموزي كورات العرضية الخطيرة لكن على طور برافو رامي ربيع رامي ربيع محمد صلاح محطة هجومية يدع الكورة إلى عبد الله السعيد بأمين لعبين الموازين ده سر النهاردة منشوف عبد الله السعيد في مباراة اليوم يلعب لأنه الحقيقة بيقدم عروض طوية جدا لعب ده صلاح يا راجل اديله تحت الفرصة حكم اللقاء مردي خطأ على محمد صلاح يعني فاول على صلاح لا مفيش داعك فرصة هذه محمد صلاح نجم نادي روما حداشر هدف هدف روما في الدور الإيطالي حتى الآن بخلاف هدف طبعا أوروبي كان سجله بقى مع فريق دا دي روما خلال مشواره مع روما في هذا الموسم رامي ربيع براهيم صلاح لبرو أمام قلبها يدفع دور براهيم صلاح النهاردة والنيني مهمة قوي أمام رامي ربيع وما في حجاز وسط الملعب قبي ميكان لعب نادي تشيلسي يلعب في البلوز رامي ربيع شوف هنا التغطية على طول هو لك حمدا طول ما بقى هي دي الميزة اللي عنده حمدا إن حمدا يرحل ويبقى يعني قلب دفاع ثالث ويتأخر في الجنب الشمال تريزيجان شوف بقى فكر الأرجنتيني هيكتور كوبر هيكتور كوبر مسيرة كبيرة جدا الحقيقة ومتفوق خلال مشواره سواء بقى مع الأندية الأرجنتينية أو في مايوركا أو في فالينسيا أو مع الإنتر مع ريال بتيس أو حتى على مستوى المنتخبات مع متخب جورجيا والمسيرة والمشوار اللي نشوفه بقى إن شاء الله لهكتور كوبر والجهاز الفني اللي معاه اسامة نبيه وجوزيه وأحمد نجح رصت المربا ومحمود فايز يعني القائمة كبيرة جدا محمد أبو العين عصام الإبراشي والأسماء الموجودة الحقيقة في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المنتخب المصري السياس بالفقر ما تقول منتخب الوطني تشعر كده بالبهجة تشعر بالفرحة وإن شاء الله تكتمل الفرحة مع أداء مميز ونتيجة إيجابية قبل اللقاء القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في برج العرب في استاد الجيش أحد يعني الاستادات المميزة جدا استاد برج العرب استاد الجيش اللي إن شاء الله تتلعب عليه مباراة العودة في هذه المجموعة أمامنا كرة أطول تنزانيا فازت على الشد ما عندها أربع نقاط رفعت من حرارة المنافسة في هذه المجموعة حمود حسن تريزيجي تشوف النهاردة لعب اللي بيشارك من بداية اللقاء تريزيجي فريق أندرلاخت فريق الثالث في الدوري خمسة وخمسين نقطة وحاليا نصدرها لبروج أربعة وستين ونادي جانت بستين نقطة نادي أندرلاخت بالأندية الكبيرة في بلجيكا فاز باللقب الدوري تلاتة وتلاتين مرة وسط الملعب بداية الهجمات أمامنا تشوفوا اللعب أمروز قلب الدفاع هذه أوتوبو لعب أوتوبو مميز جدا اللعبين المحليين في واري وولفز أمامنا خمس أهداف في التصفيات المؤهلة لأولمبياد ريد جينيرو واحد من اللعبين المميزين هذا اللعب أحسن لعب قلنا واعد في إفريقيا أوبي ميكيل الخبرات الكبيرة الموجودة لدى هذا اللعب تاني أحسن لعب كاس علم شباب 2005 بعد ميسي اللعب أوبي ميكيل لعب فريق نادي تشيلسي حتى الآن التعادل السلبي بعد ربع ساعة في حضور جماهير كبير في ملعب كادولا وأمام يعني الملعب ساعته 30 ألف لكن أعبدت النور وحتى أعبدت الكاميرات النقل التلفزيوني هنا في كادولا وانطلاقها المساحات لابد أن تكون يعني مساحات على قضية الحدود عادة واخترك واستلام أحمد موسى أدي أحمد موسى شوف قوة اللعب اللعب استني أموزي وهادي أحمد موسى كرة العالية ولد الشرناوي هادي أمامنا أحمد الشرناوي أحمد الشرناوي أحمد موسى واضح كده التركيز على الجنب اليمين اللي فيه أحمد موسى الخبرات العالية أوي عند أحمد موسى هادي أحمد موسى لكن التأمين الدفاع حتى الآن مميز هادي أمامنا هنا هيك كسافة الدفاعية اللي بيجدها المنتخب المصري داخل منطقة جزاؤه هي الحل لإيقاف المهارات والسرعات اللي عند المتخب أنا جدي استان لي أموز يرجع لطول إلى كارلي إكيمي كارلي إكيمي وسط الملعب إيتوبو إيتوبو واحد من اللعبين الشبان اللي بنشوفهم النهاردة في التشكيلة أداء الجماع المصري مطلوب وليس الاعتماد على محمد صلاح فقط الخوف والحذر الزائد قد يكون يعني عندنا درس من قبل في اللقاءات السابقة أدي أمامنا الإخلاص والانتماء لكن دي المهارة من جانب اللعب محمود حسن تريزيجين تريزيجين يلم ويلعب العرضية قوية أو تريزيجين قوية كورة أمامنا هو الحماس عند اللعب محمود حسن تريزيجين مطل إفريقيا للشباب 2013 وكان أحد اللعبين اللي سجلوا في كاس العالم للشباب في تركيا عندما فازت مصر على إجلترا بهدفين كان سجل هدفه كوكا سجلها كوكا أيضا كان سجل في مباراة العراق وكهرامة كان سجل في مباراة تريزيجين كورة على طول بنجانب اللعب تريزيجين لسه الأداء الهجومي لسه الشق الهجومي حتى الآن لم نشعر به أحمد حسن كوكا محمد صلاح وتريزيجين والكرات العالية أدي أمامنا يا ولد يا ولد يا رامي على طول استلب محمد النني محمد النني إلى محمد صلاح محمد صلاح لكن صفانة من حكم اللقاء جاني سيكوزي والكورة إلى خارج الملعب حكم الأمامنا حكم في أمم أفريقيا الفين وخمستاشر اللي يقيمت في غنة الاستوائية حكم مالي والكاميرون وحكم ربع نهائي ما بين غانا وغينيا حكم هذه المباراة ومع المساعدين أرسيلو من موزنبيق وكاسينجلي من طبعا زامبيا وأيضا ويزدم تشوي الحكم الرابع في هذه المباراة كورة على طول وسط ملعب المتخم قالنا يجيني عن طريق اللعب أمروز الكورة معتوعة محمد صلاح الصرعة والمهارة محمد صلاح ومحمد صلاح هايز يعدل ويبحث عن المساعدة حتى حلوى قوي ودي الكورة وكوكا جون وكوكا جون يا راجل يا راجل يا راجل هدف أول ضاع من المنتخم المسري محمد صلاح لكن بص شوف عبدالله 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 يا ولدي عبدالله لكن كوكا يضيع فرصة كبيرة 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 عاملها جميلة جدا ولكن التغطية الفدائية من جانب اللعب يطوبه لأن كوكا كاش رجله فيها يا راجل حط وش رجلك حط وش رجلك وناخد راكلة ركنية مع أول هجبة مرتدة بقى ايه في منتهى الخطورة قادها محمد صلاح ومررها عبدالله وضيعها كوكا لعبة الركنية على طول الكورة القصيرة من جانب عبدالله السعيد كورة اللي بالمقاس يا ولدي عبدالله ملعوبة حلوة قوي وترجع الكورة تريزي جي تريزي جي المحاولة مصرية تريزي جي يعلق كورة عالية ولكن قوية تريزي جي ووزبط يا تريزي جي هجبة مصرية جميلة الحقيقة أول ظهور للهجوم المصري مع انطلاق الصلاح والتبرية عبدالله وطباطه أحمد حسن كوكا بقى في اللمسة الأخيرة وجاله ايطوبه وحش ايطوبه في اللقطة الماضية بقى بحماس الشباب تدخل وخدت مصر الركنية بعد فرصة هدف أول محقق رغم السيطرة من جانب متخب ناجيريا ولكن المتخب المصري هو من وصل أولا ووصل بقوة وضعت فرصة محققة هاي لمس على طول يجاله في اتجاه اللعب موزس سيمون خطير دايما يدخل في العرب سلام عليك أحمد الشناون هاي كورة من اللعب موزس خطورة أحمد موسى وخطورة موزس شو بقى اللعب قضيون ايه جاله شوف هنا الاستلام قد دي عمر جابر ما نسمش بقى المساحات دي يعني المساحات دي مش بطلوبة واللعب مميز جدا ودايما يلم ويدخل في العمق بقى سواء يعني موزس سيمون أو أحمد موسى ولكن هنا بقى الرجولة والأداء الرجولي وعشرين دقيقة حتى الآن تعادل سلمي الشناوي تصدى ليه يعني أكثر من كورة الحقيقة وتعامل مع أكثر من كورة اختارها كورة الماضية الشناوي ايضا العرضيات الخطيرة بتاعت أحمد موسى خطأ على اللعب أمامنا أحمد حجاز خطأ على حجاز يعني يعني خطير لعب في لن في النرويج لعب في أودونيزي في إيطاليا لعب في غرناطا ومع واتفورد مسجل أربعتاشر هدف مسجل هدف تآهل لواتفورد إلى نصف لهاية مصابقة الإفعي كاب كأس إنجلترا هيواجه كريستال بالاس في حين النصف النهائي الآخر شوف أمامنا هذه الهجمة هذه أمامنا الهجمات برتون ينتظر الفائز من المن يونيتد ووست هام في الإفعي كاب واتفورد فريق اللعب اللي أمامنا نادي واتفورد فريق من الفرق اللي يعني المميزة سجلوه أربعتاشر هدف في الدوري اللعب أوديون إيجاله اللي خد الخطأ هدي أمامنا كرات السابتة خلي بقى لنا كرات السابتة دايما يسدد اللعب اللي أمامنا هو موز السيمون موز السيمون تجديداته قوية سدد منذ لحظات هدي موز السيمون لكن فين فين كرة على طول إلى خارج الملعب من اللعب نادي جانت في اللقطة الماضية اللي قبلها من موز السيمون قد خطيرة جدا الكرة اللي يعني تسددت من الجنب الشمال يعمل توغلات يدخل في العمق لكن فرصة مصر الأقرر بالتسجيل ضيعها أحمد حسن كوكا ضيعها كوكا كوكا ضيع فرصة كبيرة جدا تسع أهداف نسجلها في الدوري البرتغال أحمد حسن كوكا مع سبورتينج براجا قادمة من ريو آفي واحد من أبناء النادي الأهلي اللي رحل إلى ريو آفي 2012 وبع سبورتينج براجا الحقيقة بيمس القوة كبيرة الحقيقة في هذا المصف تعادوا المزال سلبي حتى الآن نخلنا على 22 ديئة محمود حسن ترزيجي أوبي ميكالا في وسط الملعب منتخب الناجيري ليس بالمنتخب المرعب لكن يضم أسماء مميزة ودي حمد طلبة والتحام قوي حمد اللي النهاردة عنده مهمة صعبة أمامنا حمد طلبة انتقال كامل مقصة في ينال 2013 لناندي زمالك استدعاء في أكتوبر لمباراة شاد لكن أصبح يشارك بقى انتلاقت باللقاءات السابقة المنتخب المصري اللي لعب وديا في الفترة الماضية فوز على جينيا الاستوائية 2 لاشيق على ملاوي 2-1 على زميا 3 لاشيق خسارة من الأردن فوز على ليبيا فوز على المنتخب المركيني بهدفين ودي أمامنا التقطيع من جانب اللعب أبابونة في اللقطة الماضية آخر اللقاء ودي كان الفوز على الكاميرون للمنتخب الناجيري بخلاف طبعا تصفيات 2018 مصر خسرت من شاد وعوادت بفوز عريض أربعة لاشيق سجل النيني وعبدال للسعيد وكان سجل كوكا هدفين في حين ناجيريا لعبت مع سوازيلاند اللي التعادل السلبي ثم فوز بصعوبة كان على سوازيلاند بقى فيه تصفيات كأس العالم ان شاء الله روسيا 2018 ناجيريا طبعا خمس مشاركات في كأس العالم ننسى الأداء المميز طبعا لنجوم ناجيريا تيفين كيشي وأوليسين وياكي الرشيد ياكيني وبابا نجيدا وأمو كاشي وأوكوشا وإيمونيكي وفيندي جورج أسماء كتير الحقيقة وضبن الجهاز الفني على فكرة إيمونيكي اللي فاز مع منتخب الناشئين بلقب كأس العالم للناشئين خطأ على المنتخب المصري حكم اللقاء جاني سيكوزي بيحتسب خطأ دانيال بنت ولا هيديني اللقاء العودة إن شاء الله في بورج العرب خطأ لصالح المنتخب الناجيري منتخب المصري مع كورة أحمد حسن كوكا كنا نتمنى يبقى في مدهومي بعدها وقادي أمامنا رامي ربيعة استغرب الخطأ شوف حكم اللقاء كرة كده غريبة بيحتسب أخطاء للمنتخب الناجيري عايزين ننسى بقى شمحت التحكيم ونلعب ونركز ونقدي أداءنا ونقدم كورتنا في هذه المباراة صعوبة اللقاء نتيجة طبعا الظروف في الكرة القدم المصرية وعدم تآهل في نسخة الثلاثة الأخيرة فوز أيضا اللي حدث لمنتخب تنزانيا على تشاد ودخل دائرة المنفسة الشاكوى بالإرهاق نتيجة الصفر الأربعاء والتدريبي وبالخميس والمباراة أمامنا الجمعة واترحلت حتى المباراة اترحلت ساعة وبعدها الصفر مباشرة للمنتخب المصري إن شاء الله إلى مطار بورج العرب كرات السابتة شوف أمامنا هنا موز السيمون وأحمد موسى والتعليمات من طبعا خارج الخطوط من سامسون سياسيا 25 ديئة تعادل سلبي حاولت المنتخب الناجيني الكرات العالية ومحاولة يعني إرباك الدفاعات المصرية لكن حتى الآن الشناوي اللي يقز مطلوبة الشناوي الكرة العالية بعيدة أوي إلى خارج الملعب شوفي الكرة ملعوبة اللي بيتوسط الجلوس ده نجم طبعا نجم نادي الأرسل اللعب أليكس أويوبي سجل سجل هدف جميل في مرمى نادي إيفرتون فوز الأرسل اللي كان بهدفين مقابل للشيئ والباك وكان هو سجل المرادي إيتوبو اللي سدد الكرة البطلة كرات السابتة المرادي من إيتوبو لعب ووري وولبز أمامنا لعب يملك إمكانيات مبيزة جدا كرة طول أحمد الشناوي ستة وعشرين دي في مدينة كادونا أمام يعني سيطرة من جانب المنتخب الناجيني واحد وستين مقابل تسعة وتلاتين في المية للمنتخب المصري العمق الدفاعي الرامي ربيعة إبراهيم صلاح لازم يقابل إيتوبو في الجنب الشمال إلى سيمون موزيس ولكن فيدائية ورجولة من اللعب عمر جابر براه يا عمر عمر جابر غطى حلوة اوي عمر جابر تغطية مهمة اوي في مثل هذه المباريات ادي امامنا هنا اللعب إيتوبو على واسع تعالد التعامل على واسع اوي خلاص بقى مش كل كرة فاول مش كل كرة ادي امامنا اللعب إيتوبو اللعب ادي امامنا اللعب إيتوبو عشرين سنة اللي بيلم هنا ده امامنا ده اللعب موزيس سيمون موزيس سيمون هو اللي عمل الكرة الماضية دي اللي المراوغة الماضية موزيس سيمون وعمر جابر مباراة جانبية احمد موسى وحمد طلبة مباراة جانبية ونشوف بقى الادوار الدفاعية المهمة الحقيقة لابراهيم صلاح ومحمد النني واقايم امامنا اكتور كوفر وتعليمات للعب المنتخب الموسي كرات العالية محمد صلاح محمد صلاح ستانلي ستانلي اموزي اموزي امامنا اول مرة حركوا بعد فطل غياب كبيرة لكن اللعب اتشيجيلي لعب نادي موناكو انضم متأخر حقيقة اللعب الدرسون اتشيجيلي انضم متأخر عشان كده النهاردة بنشوف التشكيلة اللي عملها سامسون سياسيا في هادي المباراة عبدالله عبدالله في الجنب اليمين عبدالله كرات اللي بيحاولوا من خلالها المنتخب الناجيري عن طريق القائد امامنا هو بميكال ترجع الى امروز امروز طلب بطولات دولي مع السلتك وكأس ومرة كأس الرابطة اللي امامنا هنا واحد من اللعبين المميزين اللعب امروز على طول يتدخل حمد طلبة مهمة اوي النهاردة الادوار الدفاعية مهمة اوي الالتزام والانضباط واللعب على الهجمة المرتدة لكن المساحات دي مش عايزينها بقى في وسط المرعب هالي امامنا راجع امامنا هو محمد صلاح يبدأ الهجوم المصري احمد حسن كوكا عمر جابل التزام ابراهيم صلاح والنني من ادوار الدفاعية لازم يكون الالتزام صارم جدا محمد النني بيتحدم لازم يكون يعني ايه في العق مع ابراهيم صلاح الجنب على الشمال امامنا هو الجنب الشمال بيشتغل لعب موز سيمون استانلي يتقدم استانلي اموز كرات العالية حمد اطلبة اللي بيرحل دايما ويغطي حلوة او برافا حمد ده الدور المكلب فيه حمد اطلبة انه يرحل ويبقى سير دماغ تالت مع احمد حجازي ومع عرامة ربيعة عشان الزيادة العددية اللي ممكن تأتي من كيلينشي ايناتشو وممكن طبعا احمد موسى او سيمون موزيس يدخله في العمق مع ايجاله وبيكمل معهم اللعب ايه توبو كمان رقم اربعة ابو ابونا وسط الملعب ايه توبو ايه توبو ابرز لعب حتى الان امامنا هو اللعب موزيس سيمون ولكن خطأ لصالح سيمون موزيس هو بميكال وسط المرعب يلعب في نادي جنت امراهيم صلاح كورة طوقة على طول محمود حسن تريزيجيل من اللي اقرب من اللي اقرب انا تريزيجيل تحرك له امامنا صلاح يلعب لصلاح يا راجل حط الصلاح استلم يا صلاح لكن ما جاتش امامه كورة اللي بقى بيعتمد عليها المنتخب المصري توفيق محمد صلاح النهار ده اعتقد هيكون لدور مهم جدا لكن مش عايزين نعتمد على صلاح لوحده يعني شفنا زكاء صلاح في الهجمة المثالية المصرية اللي اتعاملت ازاي لعب الكورة لعب الله السعيد وكان عب الله الحقيقة بقى يعني عند حسط الظلنة حطها جميلة جدا لكوكا اللي تأخر كوكا فيها جزء من الثانية وكان طبعا التحام قوي من جانب اللعب ايطوبو وضعت فرصة الهدف الاول للمنتخب المصري كان في توقيت مثالي في الديئة 18 امروز عمامنا هدوء نيجيري مصر تحاول استياد نصور نيجيريا عاقبة نيجيريا النتيجة الايجابية النهار ده اكيد يعني احد المتطلبات الهم تأخير موعد اللقاء عشان المسجل تلفزيون اختبار صعب لكل من مصر وايضا لمتخب نيجيريا كرات الامامية كرات العالية عمر جابر وموزس ولكن على طول موزس يطلع الكرة لخارج المعب على فكرة مدينة كادونة اللي فيها المباراة المدينة اللي تنع منها بابانجيدا نجم رودا نجم ايكس لعب في التحاد جدا السعودي لعب تجانب بابانجيدا وايضا كان ايضا خرج من هذه المدينة بابا يارو ظهير الايسر لنادي اندرلخت لتشيلسي وايضا اللعب في نادي نيو كاسل كل دي اسماء من الاسماء طبعا اللي فازت بزهبية اولمبياد ستة وتسعين كانوا ايضا لعبوا في كاسل على مربعة وتسعين وتمانية وتسعين ادي امامنا هنا على طول وسط الملعب تخب الناجيري وسط الملعب التحضير احمد موسى يدخل المراري في العمق لازم حد يقابل امامنا احمد موسى لكن هنا بقى ايه احمد موسى الزحلة اتردد في التمرير ولا يحتفظ بالنفس بالكورة عشان كده يا ولد اعتفويتا محمد صلاح محمد صلاح التوقيع المصري في ادي المباراة هل يكون من محمد صلاح ادي امامنا كل كورة يوقع عليها صلاح يبقى فيها خطورة على طول كورة لمحمد النبي تعليمات من الاحتفاظ بالكورة ادي ابراهيم صلاح ابراهيم صلاح تحرك بدون كورة مهمة اوي احمد حسن كوكا مروان محسن محطة برضو مهمة اوي ممكن يلعب عنده دور مهمة اوي لو شارك مروان محسن لعب المتقلق مع نادي الاسماعيلي اللي عنده قدرة على الاحتفاظ بالكورة احمد حسن كوكا من الناس اللي بتجري من الناس اللي تنطلب لكن مروان محسن من الناس اللي تحتفظ بالكورة بقول لحضراتكم محمد الشناه وحزر بيتروجيت موجود رمضان صبح موجود احمد ديودار موجود صبر رحيل موجود مروان محسن حسام غالي وطرق حامد دولة البودلاء السابعة في منتخب ودي العملاق استلي اومورزي عنده عشرين سنة المباراة اللي يعني طبعا النهاردة بيواجه النجم الكبير محمد صلح حمد طلبة يلعب كورة امامية لكن على طول قاطع امروز مرة تانية رمي ربيع حاجات بقى اللي بتتشال عالجنب دي صاح مية في البي قادي رمي ربيعة في منتصف الملعب منتخب النجيري بيلعب بثقة بيلعب بهدوء حاول انه يكون يعني صاحب الكلمة العليا لكن حتى الان بيواجه تنظيم مصري جيد بيواجه اداء مصري يعني بلغة الكورة كده زهق المنتخب النجيري في التحضير والوصول رغم المحاولات من احمد موسى ومن فيكتور موزيس لكن كورة وحيدة مصرية كانت حقيقية الكورة اللي كانت اضعها احمد حسن كوكا بعد الهجمل لقضى محمد صلاح وعبدالله السعيد حمد اطلبة رمي التباس هيكتور كوبر بقى بيتكلم عالتحرك كده عايز عايز حد مين اللي قرب زهق الكوبر في اللقطة البضية هيكتور كوبر والتعليمات المستمرة للعب المنتخب المصري اختبار جاد النهاردة لهكتور كوبر اختبار مهم لهكتور كوبر مع كورة القلب المصرية اللي عندها رغبة وطموح كبير في العودة للمحافل الدولية والبطولة المفضلة كوكا ادي امامنا النين الضغط المصر الناجح المساحات في وسط الملعب عبدالله السعيد عبدالله ويعمل هجبة حلوة تريزي جي تريزي جي ولكن امامنا هون تريزي جي الكرة طيرا بينه لكن يجيبها مرة تانية وياخد رامي التباس السراعات اللي ممكن يعني نشوفها في المباراة يعني رمضان عنده سرعات عنده اتلقات طبعا اكيد غياب مصطفى فاتحي واحد من افضل اللعبين ادي الكورة لكن تريزي جي حتى الان يحاول ادي امامنا محمود حسن تريزي جي الخيار اللي كان وضعه هكتور كوبر النهاردة في اللقاء هاجمة حلوة عبدالله السعيد حتى الان يعني التمريراته المميزة جدا حتى هذه اللحظة دوره بيلعبوا على اكمل وجه احمد حسن كوكا يصلح كورة بالضغط المصري ادي امامنا تريزي جي لكن على طول عبدالله عبدالله يونيو ماديرا بيلعب في البرتغال عبدالله الى خارج بالعب كورة لفت الى رامي التماس 22 مشاركة لمنتخب مصر في بطولات الامم الافريخية نسخة رقم 30 القادمة ان شاء الله في الجابون ورامي التماس ناجينيو 17 مشاركة توجبوا لقب 80 وعام 94 وعام 2013 لم يحالفهم الحظ اربع مرات في الناس امام الكاميرون اربعة وتمانين وتمانية وتمانين وايدل عام 2000 وايضا اللقب اللي كان للجزائر كان في عام تسعين لحساب منتخب ناجيني بقى عندما خسروا النهاية امام الجزائر في عام تسعين كورة ترجع لطول حولها من جانب عمر جابل حمد صلاح عبدالله السعيد عبدالله لعمر جابل عمر جابل يضغط امامنا على ستانلي ستانلي اموزي اللي واضح حتى الان بعيد عن المشاركات ستانلي اموزي رغم ان هو لعبين الصغار عنده اصابه والدفع بين النهاردة راهن عليه في لقاء اليوم سياسي على طول يشيلها ويطلع حال خارج تخب المصري حتى الان بعد خمس عددين دي اعتقد نجح من خلال الاداء الرجولي والتركيز والالتزام لكن يبقى بقى الاداء الهجومي لان المتخب الناجيني فيه صغرات فيه طرفي الملعب وفيه عمق وص الملعب ايضا ادوار الهجومية اللي عند كليتشي ايناتشو وعند اي توبو فبيبقى اوبي بيكل وحيدا فيه وص الملعب تمرير على طول مقطوعة كرة بتاعت محمد النني محمد النني الدهوط كبيرة برضو على لعابلنا المحترفين صحيح النني وصلاح بيقدموا اداء مميز جدا في اللقاءات الاخيرة مع روما ومع نادي الارسل وايضا كوكا ولكن المنتخب المصري بقى الجماهير بتترقب بتنتظر بتدع عملها وتموحاتها على النجوم في مباراة اليوم استلم على طول امروز متخب الناجيري بطيء في التحضير ده بيساعدنا على الارتداد والتكتل الدفاعي لكن عايزين نقلل للاخطاء اللي حول منطقة الجزاء لانه مميزين هما في كرات السبتة هادي امامنا كرة عطول من عبدالله صراع الكرات العالية عمر جابر التغطية الدفاعية يشيل عمر جابر محمد صلاح يرجع على طول لعمر محمد صلاح حتى الان برضو بيلعب دور مهم جدا انه يكون الرئة للمنتخب المصري الرئة اللي بناخد من خلالها بقى النفس لان المنتخب الناجيري يحتفظ بالكرة بيمرر كتير منتخب الناجيري وبوبونا يرجع على طول الى حارس كارل ايكبي حارس بقول لها حدراكو في نادي وولفر هامتون شفنا بيتر رفاي في حراسة المربع في لسامتي انياما كلم معاه سياسية للانضمام للمنتخب الحارس بنسان تينياما لكن يعني هو فضل انه ما ينضمش في الفترة الحالية وسط الملعب ايتوب يرجع على طول الى اللعب جودافري اوبوبونا في الجنب الشمال الخطير امام له اللعب موز السيمون موز السيمون وعمر جابب وكليتش ايناتجو هتو خط خطيرة لكن يا ولد يا ولد يا حجازي يا ولد يا حجازي صحيح حجازي في اللقطة دي التبك لكن على طول ما الحل الحل في اللقطة دي احمد حجازي رمي ربيعة عليهم ابن كبير النهاردة في هذه الكرة فكر يستلم ويروح لكن اختار ايه اثر السلامة اختار مبدأ السلامة وطلع الكرة الى ركلة ركنية لصالح المنتخب الناجيني رقم ثلاثة كرات العالية يا ولد يا حجازي لكن نمشينا على جنب لمسح له قبل تريزي جي المحطة بقى الهجومية محمد صلاح صلاح قدي استلام صلاح يلعب كرة امامية لتريزي جي وروح يا راجل روح على امبروز روح على امبروز عمامنا لكن على طول امبروز رجحها هذه المحطة الهجومية من خلال صلاح وكوكا وتريزي جي والتمويل من جانب عبدالله السعيد يرجع عبدالله نيني مع ابراهيم صلاح مع عبدالله السعيد التلاتة اللي في وسط المرعب كل لعب عليه ادوار تمريرة امامية تصل على طول لحمد الشناء وانتخب الناجيني نتيجة تغيير الاجهزة الفنية وايضا تغيير في اللاعبين في اللقاءات الاخيرة واختيارات اللاعبين ده بيأسرع التجانب الصحيح موجود لعب المال سيتي كليتشي ايناتشو موجود ايضا اللاعب احمد موسى لعب النجم في نادي سياسكا بوسكو موجود الخطير موزس لعب نادي جانت موجود ايضا ايجاله لعب نادي واتفورد والقائد اوبي بيكال لعب نادي تشيلسي لكن حتى الان الجماعية مش موجودة ده المنتخب الناجيري حس الشغل فردي اكثر من جانب لعب المنتخب الناجير احنا بقى الجماعية لازم تزداد والاستغلال الهجمات المرتدة لازم يعني تكون حاسمة فيها الكرات اللي بتأتي للمهاجمين المصريين حتى هذه اللحظة وان كانت هي الكرة الاختر كون تكون كاية كرة واحدة مشان برضو هيقول لك سبب بالك لكن حتى الان التزام امام المنتخب الناجيري ليس في افضل حالاته ودي فرصة صحيح المنتخب المصري يعني في مرحلة انتقالية مع جهاز فني من اه الارجنتيني يوكتور كوبر وجهازه المعاون لكن الحق يعني بيمزله مجهود كبير ادي امامنا ايطوبو ولا حضرتكم شغل الفردي يضغى على الاداء الناجيري في الشوت الاول خطورة من احمد موسى كرة عرضية لكن بتلعبت لمين يطلع الشناوي محاولات موذي السيمون اللي بيحاول يختارق ايضا ولكن ايضا تصدى لاختر كرة الشناوي في الديئة كانت تسعتاشر ومحاولات ايطوبو بقى و الكرات السابتة التي لم تستغل والصمت امامنا يخيم هنا على ملعب كادولا حتى الان كرة عالية على طول كوكا يلمس كوكا عبدالله اوبي ميكال يحضروا ببطيء قوي المنتخب الناجير وكرة امامية على طول يشيل احمد حجازي محمود حسن تريزيجي اوبي ميكال احمد موسى دفعة على حمد طلبة لكن الصفارة مستعجلة اوى من حكم اللي قال يعني بيدي الفاول من نية كده لما لقى طلبة مندفع ادي الفاول على طول ادي الهجمة يجعله لا احمد موسى جنب اليمين احمد موسى يلف الكورة على طول التغطية من عمر جابر عمر يا ولد يا عمر يا سلام على الاستلام يمكن يشتت لكن عمل هاجمة عمر جابر بواجه القدم الخارج العب يا عمر ببطل رجلك العب ببطل رجلك بضمنها وقمنها ارض الملعب مش عايزة وش الرجلة ارض الملعب لكن هاجمة لم تكتمل شك الهجوم المصري ما اكتملش بالشكل المناسب ادي التزديد البعيد وتزديده قوية لكن هنا بقى تدخل في اللقطة الماضية دايق عبدالله السعيد وقابله في الدفاع الدفاع المصري توصل سهلا ليه ايش النوع حتى الان نجاح مصري في هذا الاسلوب لكن اللي بيساعدنا على هذا الاسلوب وهذا الاداء البطء الناجيري والشق الهجومي كله فردي ما فيهوش الاداء الجماعي ما بيعملوش ربط مع بعضهم سواء موسى ولا ايجاله ولا موثس لان اللاعبين تجمعوا قبل المباراة بيعاني بتلتة ايام فقط واللي جاله ناس دمعوية واللي تعم لكن امامنا واحد واربعين دقيقة ملعب كادونت عدل سلمي بين منتخب ناجيريا ومنتخب مصر تصفيرات المؤهلة اوبا بافريقيا الجامون 2017 اوبا ميكال في الجنب اليمين عبدالله تحضير من جنب المنتخب الناجيري ودفاع المنطقة القوي من جنب المنتخب المصري يكون كم يرجع يبقى صلاح اللي بيضغط هذه صلاح تصل الى اوبا ميكال اوبا ميكال عبدالله السعيد القاعد رابو عبدالله عبدالله السعيد بقول لها حضراتكم عامل اداء مميز جدا في مباراة اليوم واحد من نجوم في اللقاء هذه التمرينة ايطوبو يا والد على التغطية رامي ربيع هارض رامي ايضا ما شاء الله يقز كبير جدا في كل الكرات اللي وصلت لرامي ربيع تقلق في الشوت الاول رغم الغيابات عن تشكيلة المصرية ولكن منتخب المصري بمنحضر النهاردة الحقيقة يعني من فترة ما شفناش عندنا منتخب في عناصر وفي بدائل وفي لعبين وحتى اللي خرجوا من القايمة النهاردة فيهم نجوم مؤمن وعلي جبر وحازم وعمر جمال وايمن حفدي وعمر وردة كل دي لعبين مميزين اي واحد فيهم مؤهل ان يكون مش بس بديل يكون اساسي في ملعب اللقاء ويجاني سيكوزي يعني على طول بقى حب الصفارة هاوي سيكوزي هادي إبراهيم صلاح اخطاء يحاولوا الحصول عليها المنتخب الناجيري احمد موسى 23 سنة عنده 57 لقاء شف في الجبور الناجيري في اعلى اضواء الكشفة في الملعب اضواء الكشفة فوق النتيجة الالكترونية في الابراج الخاصة بالكاميرات وخطأ لسانا احمد موسى 43 ديئة المنتخب المصري يريد الخروج بهذا التعادل السلبي في شوط المرات الاول مع بعض الكرات السبتة الخطيرة للمنتخب الناجيري او بميكال الكرات العالية تتشال على جنب الكرة العرضية يحجازي يا ولد يحجازي يطلع كرة خطيرة جدا احمد موسى شوف الدور اللي عمله يا ولد ابراهيم ابراهيم صلاح بقى لكن عايزين الهاجمة دي لحد عايزين الكرة دي ما تتطفلش تطلع لحد حاولات المنتخب الناجير ورمي التماث كرات والادوار الدفاعية حتى الان مميز لكن محتاج دعم محمد صلاح من كوكا اكتر من تريزي جي اكتر عبدالله السعيد عمل اللي عليه وقدى اداء مميز جدا رمي التماث طويلة شوف الجباهير فوق اللوحة الالكترونية ادي ايه ادي احمد موسى رمي التماث طويلة الكرات العالية هنا يتعامل معها وتغطيها عمر جابر يشيل على طول يشيل عمر احمد حسن كوكا لازم يضغط اكتر من كده امروز الكرات العالية العمق الدفاعي يشيل احمد حجازي مرة تانية امروز شوف هنا محمد صلاح بس اي حد اي حد يستلم هيجري صلاح وتبقى ايه الامور يعني كما نريد يصير في الامور امور من محمد صلاح ومن اي لعب مصر يتمنى ان شاء الله شوط الاول حتى الان تعادل سلبي وبرطل ان شاء الله الجولة الرابعة في برج العرب استاد الجيش المصري الدرع والواقي لبلدنا العزيزة ادي امامنا هنا الكرات اللي بيحاول من خلالها المنتخب المصري هجوبيا يحتاج الى تطور في الاداء قطع ادي احمد حجازي جاني سيكوزي امامنا الحكم الزنبي شوف يعني مباراة كبيرة حتى الان ادي حجازي هو قوي جدا اوديون ايجالو ايجالو قوي جدا رمي التماس لصالح المنتخب الناجيري شوت الاول اقترب من نهايته اقترب من الوصول الى التعادل السلبي حتى الان ضيعنا اخطر كورة واهم كورة من احمد حسن كوكا في الشوت الاول اخطر كورة في المجرات اللقاء اجمالا تخب الناجيري احتفظ بالكورة وطورته ظهرت من خلال موزس ولكن عمر جابب نجح في التعامل مع موزس ادي امامنا كليتش ايناتشو والشناوي يتعلق لعم المان سيتي اللي سجل في مباريات الدوري الانجليزي تلات اهداف في كريستل وسوانزي وفي مرمى توتر هام وسجل ايضا في في مرمى وفي مرمى وسجل في اللي فوزوا به المان سيتي سدد كورة الشناوي امقازها الكورات العالية يشيل امامنا كورة خطرة جدا كورة خطيرة جدا المنتخب المصري نجح فيه يعني فرض اسلوب لعبه تخب الناجير زرت خطورته من خلال تنزيلات البعيدة سواء من ايطوبو او من اللعب موزس واخيرا الكورة الخطيرة من كليتش ايناتشو وديها وقت بضل ضاع والشناوي احد نجوم الكورات العالية يشيل على طول خطرة جدا المزدوجة خلفية وووو يضيع اول كورة لأيجاله الكورات اللي داخل منطقة الجزائل لازم الكورات دي تنشال على جن فرصة ضاعة المنتخب الناجيري طوال الخمسة واربعين ديئة ما هددش المرمى المصري بهدي الكيفية ودي امامنا المزدوجة خلفية من عبدالله ويستعدها في الطريق كده بمهارة اللعب ايجاله ووضيع الفرصة الكبيرة للمتخب الناجيري بعدما انقذ الشناوي كورة اللعب كليتشي المسددة من خارج منطقة الجزاء وكاد ان يسجل المتخب الناجيري في هذا الشغط الاول اللي بيجمع ما بين مصر وناجيريا ومازلنا حتى الان مع التعادل السلبي اللي يفرم نفسه في هذه الكيفية وبهذه الطريقة الدفاع المصري تعامل مع كل الكورات بنجاح والهجم المصري اللي اضح كوكا كانت كفيلة بتقدم مصر ولكن الشناوي تدخل امام موزس وامام كليتشي واضاع يجاله اخر الكورات اذا التعادل السلبي في كادونا ما بين ناجيريا ومصر انقل الكلمة للزميل احمد فوق في اكثر من كورة عرضية او التصدي لتزدتين الخطيرتين لللعب موزس اللي سابت كورة كان خطيرة انقذها الشناوي في الديئة 19 وكورة ايضا من اللعب كيلينشي في ديئة 45 واطاح اللعب يجاله فرصة خطيرة جدا في الديئة الاخيرة ديئة وقت بدل الضائعة فرصة مصرية عدم استغلال بقى المساحات في البط لدى الدفاع المتخب الناجيري ادي امامنا هنا سياسية في اللقطة دي والمساعدين موجودين معا منهم طبعا امونيكي يجلس ادي حكم اللقاء جاني سيكونسي والشوت التاني ينطلق منتخب ناجيريا على يمين الشاشة منتخب مصر على اليسار والمحاولات بقى شوت التاني بلا ان شاء الله الالاء المصري يستمر بتميز وايضا بقى نستغل الفرص ونستغل الهجمات بشكل افضل والمرتداد بشكل افضل في ظلم يعني عدم ظهور المتخب الناجيري بالشكل المخيف احترام الزائد للمنافس لكن مع يعني احترام الاداء المصري لان اداء كان فيه عدم مغامرة وعدم مجازفة والتبديلات يعني المنتظرة بقى نشوف بقى انطلقت الشوت التاني هذه الدقيقة الاولى من الشوت التاني اكيمي في حراس المرمى المتخب الناجيري عبداللهي واوبا بونا بالاضافة لامروز واللعب اموزي في الدفاع وسط الملعب اموزي ميكال وايتوب وكليتشي في الامام احمد موسى وموزيس وايجانه هذه امامنا المحطة المصرية محمد صلاح ودور بقى موزيس سيمون في اللقطة الماضية شناه في حراسة المربى ممتخب مصر عمر جامل رمي ربيع عمد عجازي حمد طلبة وسط الملعب اموزيس صلاح المنتخب المصري شوط الاول خطوط المنتخب الناجين في كرات السابتة هذه امامنا هنا سامسون سياسيا سامسون سياسيا لعب لنادي الهلال السعودي امامنا هو سامسون سياسيا تمانية واربعين سنة هذه امامنا الاستلامة لطول جانب محمد النني كليتشي ايناتشو صد الكورة خطيرة تغطية دفاعية لطول يخلص الموقف الصعب لعب رمي ربيعة عمر جابر ترجع مرة تانية للنني تفاص بالكورة من لعب المنتخب المصري هادي احمد حسن كوكا لمحمد صلاح لكوكا كوكا عايز يعدي وتدخل قوي تدخل قوي هيدا من جانب اللعب بوبوبونا اللي بيلعب فريدس بور بيلعب فيه اه طبعا تركيا هادي امامنا اللعب جدافي بوبوبونا لعب بوبوبونا لعب اه قوي رقم خمسة وعشرين خطأ لصالح المنتخب المصري سيمون راجع امامنا هو مودس سيمون كورات الامامية ليطوبو هذا الكورة خطيرة من امام كوكا احمد حجازي حجازي رامي ربيع سيب الكورة تطلع الى رامي التمس دخل بلمصري يا ليد نستمر على نفس من وليل الاداء هادي الكورة من رامي ويخطف خطير 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 خطيري ايجالي خطير في اللقطة الماضي هادي ايجالي رامي التمس حجازي اخطأ في ابعاد الكورة رامي التمس لمسها رامي وفي حراسة حجازي إيجاله أمامنا هو الخطير لعب واتفورد لعب الهورنس اللي كان ممكن يسجل في آخر لحظات شوت الأول وكان ممكن يسجل في هذه الكرة اللي يقزل اتمنى تستمر خطفه حلوة أول شوف أمامنا هو رامي ربيعة وقرار إيجاله وخطفه صعبة صعبة الشناوي مع الكرة لكن لو في الجلجل فرصة هدف محاكم بضيع من المتخب الناجين ووسط الملعب إيطوبو مرة تانية متخب ناجين يا احمد موسى يا احمد موسى إلى عبد الله يا عبد الله يا متخب الناجين يبدأ شوت التاني كده بحماس لابد أن ننجح بقى فيه إيقاف هذا الحماس ننجح في الوصول بهجمة مرتدة موزس على طول عمر جابر عمر جابر وحكم اللقاء يدي إيه خطف في خطف الجماهير على فكرة الجماهير اللي خلف دكة الجدلاء يعني أمام المقصورة لملعب اللقاء ملعب أحمدي بيقاله الجماهير نسلة أرض الملعب جماهير اللي الكاميرا مش مبينة لأن من الشوتين شفتها أعداد كبيرة الحقيقة دخلت إلى ملعب اللقاء تنظيم وأكيد لكل مترقب هذه المباراة جماهير هنا في كادونا في الشمال الغرب لنجيريا أحمد موسى الخطير براهيم صلاح عبد المباراة جبيرة أو براهيم صلاح لازم نسلم بقى كورة بشكل أفضل تريزي جي غار اللعب اتجاه صلاح صلاح ومعه على طول اللعب أموزي عمر جابر إلى محمد صلاح هنا بقى استغلال صلاح السلام من صلاح كورة إلى محمد صلاح مرة تانية ترجع الكورة عمر جابر منتخب المصري حاول يحتفظ بالكورة يحاول يمرر كرات الأمامية من نصيب المدافعين أدي أمامنا اللعب أوبوبونا لعب أوبوبونا لعب قوي جدا في الدفاع لكن هنلاحظ البطء اللي عند أمبروزي أو اللي عنده أوبوبونا وما ننساش استنلي أموزي وأدي أمامنا عبدالله أرض الملعب صلبة جدا أرض الملعب تحسي جدا الأرض صعبة شوط الأول للمنتخب المصري يقدم أداء مميز جدا في النواحة الدفاعية ونتمنى كوكا على فكرة وصل إلى نهاية كأس البرتغال إلى ربع نهاية دورة أوروبي ودي أمامنا خطورة اللعب كليتش إيناتشو خطرة جدا أولا دي رامي رامي ربيع عامل مباراة كبيرة جدا رامي ربيع عمر جابر عبدالله السعيد اللعبين اللي باديين والشناوي عاملين مباراة كبيرة روكنية رقم خمسة في اللقاء هيلعبها اللعب موزي السيمون كرة السابتة مصادر لخطورة لدى المنتخب الناجيري كرة السابتة بتشكل خطورة كبيرة أدي أمامنا هنا منتابع اللعب موزيس يلعب كرة عالية ولكن على طول رأسية يقابل يقابل هنا أدي تريزي جيل أدوار الدفاعية محمود حسن تريزي جيل لعب أندل نخت البلجيكي يطلع الكرة إلى خارج الملعب الرباع النهاردة المحترف يعني زي قلت أنا صلاح وكوكا والنيني وأيضا اللعب اللي أمامنا الخمسة المحترفين لكن النهاردة عمر وردة ليس في القائمة اللعبين المدلاء ولا أيضا في الأساسية الناتولياكوس الفريق اليوناني لعب الأهلي لعب الانتحاد السكنداري اللي بدأ في سبورتينج ونجل الكابتن الكبير كابتن متحة وردة واحد من المواهب المصرية شو الله نتمنى النهاردة الأسماء اللي موجودة اللي بتشارك اختيارات هيكتور كوبر وأسامة نبيه في مباراة اليوم أحمد الشناوي حارس المربع المتعلق النهاردة في لقاء اليوم كور على طول من كوكا جايب هدف مع ريو آبي وتسع أهداف في الدور المرتغالي مع سبورتين براجا وتلات أهداف في الدور الأوروبي وهدف كان سجله في كأس الدوري المرتغالي أدي السنم على طول على طريق محمد النيني 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 هدف في مربع برشلونة والتلاقة حلوة أهو محمد صلاح نجم روبا صلاح صلاح عايز يراوخ أمامنا لكن ايه نجح صلاح في اللقطة الماضية هذه حسام غالي ومروان محسن والأسماء اللي ضمن البودلاء اللي ممكن نراها ورمضان صبحي ثلاث أسماء ممكن نراها ولكن هي ركنية تانية في اللقاء لصالح المنتخب الوطني للمصر سبع بقائق شوت التانية ومازلنا مع نتيجة التعادل السلمي هي يا جول يا راجل هي يا جول يا راجل ادي امامنا كورة امامنا من رامي وتريزي جي ولكن الحارس ايه كامل كورة خطرة جدا ركنية من صلاح وراح عليها اتنين راح عليها راح عليها رامي ربيعة وتريزي جي اللي اتنين لغبطوا بعد شوف امامنا هنا ايه هي رايحة دعني ادي تريزي جي خلى رامي ما شافش الكورة شوف رامي اه ياا 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 على التوقيت ولقاها طبعا دي حارس كارلي اي كامي حارس ماربالوس شوف هنا الكورة دي شوفوا الكورة دي يعني تريزي جي ارتفع ولكن فرصة جميلة جدا للمنتخب المصر تريزي جي ورامي في الرأسية اللي عدت من الاثنين كورة خطيرة جدا في الديها تلاتة وخمسين ركنية من صلاح هدي امامنا اوبي ميكال دور مهمة اول عبدالله السعيد في ايقاف بدأ الهاجب عن طريق اوبي ميكال لعب نادي تشيلسي اللي بيلعب مع المنتخب الاول من عام 2005 من لقاء ليبيا لما لعب اول مباراته قادم الداجرية بنتلينا نجوم كبار زي ما قلنا بابا يارو فندي والوال وسياسيا وقوبينة وليسي وما ننساش طبعا النجوم الاكثر بريقا الرشيد ياكيني وطبعا اوكوشا وامو كاتشي والنجم الكبير اللعب اي منويلي مونيكي هدي امامنا استلام لكن عمر جابر غطى عمر يا ولد يا عمر يا ولد يا عمر هدي المباراة الجانبية ما بين عمر جابر وما بين اللعب الخطير اللعب موزي السيمون مرة تانية كريتش ايناتشو ولحظاكم جوم واسماء لكن فرديا عليين جماعيا مش عليين تخب الناجيري عمر جابر والتعابل مع اللعب المميز موزي السيمون وده لأ مصر نذكر بيه ومشي ناوي ورمضان واحمد نويدار وصبر رحيل ومروام وحسن وحسن غالي وترحمد هدي التلقى محمد صلاح تقطع الكرة امامنا بناء الهجمة اوبي ميكال اوبي ميكال الى موسس وسط ملعب المنتخب الناجيري منتخب المصر الالتزام والدفاع بتسع لعبير يمكن امامنا اوبي تمال لعبير لان صلاح وكوكا قدام هتوخد لكن قطع حلو او احجازي لازم تطلع بقى الهجمة الواحد طلع لواحد طلع عدي احجازي مرر الكور هيدا بقى نقطة السلبية اللي عندنا في المنتخب المصر هي بناء الهجمة السريع اللي نستغل فيه بقى صلاح واحجازي كان في الكورة دي متقدم لكن على طول لجع ابراهيم صلاح هادي لامس عبدالله السعيد دور عبدالله مهمة او في هادي الكورة هل ممكن نشوف رمضان الصبح بقى باستلامه وبانطلاقاته ودي خطر جدا اللي جاي بالعوق احمد موسى القادم من الخلف احمد موسى احمد موسى الكورة الماضية بقى اللي بيحاوله ايجاد حلول ولكن الشيناوي حتى الان مع كل كورة باشا الله ابو راكبين او احمد شيناوي احمد موسى 11 هدم داولي امامنا هون نجم شوف امامنا دا عملت حلوة اولا بين احمد موسى وما بين اللعب ايجاله زيادة اللي بتأتي سيمون موسس عمر جابل اللي نجح تماما احد نجوم اللقاء يضغط عبدالله على اوبي ميكال استلام من ايطوب ايطوب ادي اللعبة بدأوا يلعبوا في العمق الى موزس دخل احمد موسى في العمق واصبح بيعمل زيادة عددية مين هيقابل احمد موسى لكن على طول السطارة هنا اللي واضحة ابراهيم صلاح ادي محمد صلاح الى كوكا جارية راجل جارية صلاح هنا بقى فرق السرعة صلاح وانطلاقة ولكن على طول المرة دي بقى امروز على طول يطلع الكورة الى خارج من العمق لو استغلنا النقطة دي ممكن نصل الى مرمى المنتخب الناجيري ونسجل ولكن محمد صلاح فيه الكورات اللي جات له اغلبها بيش مريحة يعني جايله ضحت ضغط كورة اللي اتعامل الصحة اللي انطلق بيها واللي عملها لعبدالله السعيد وعبدالله عملها لكوكا وكوكا كان بقى يعني بطي شوية او جات له قصيرة شوية من عبدالله وتدخل معاه اللعب يتوبه وضعت الفرصة رابي التمس من الساشر ركنية بتاعت صلاح اللي كانت على رأس تريزيجيه وعلى رأس رامي ربيعة وضعت الفرصة في الديئة كانت تلاتة وخمسين فرصة خطيرة اول كانت لإيجاله وايضا فرصة لأحمد موسى هادي عمامنا صلاح وصل حصار حمد صلاح ياخد راكلة ركنية استغلال الرهبة اللي عند المتخب الناجيري والخوف من عبد الحمد صلاح واستان اللي اموتي ده يلعب في قولنانسي يعني تحس كده تقيل ركنية للمتخب المصري تلات ركنيات لمصر خمسة لناجيريا تعادل سلبي هنا فيه طبعاً كدونا في ناجيريا لقاء العودة بعد 4 أيام هادي محمد صلاح لكن بعيده هو صلاح بصل إلى محمد النني النني اللعب هاتباط القدم تويلة طويلة طويلة الكرة دي لو زبطت لو زبطت من محمد النني الدفاع الناجيري كده من الكرة اللي بتأتي المصر بتوضح ان فيه صغرة دفاعية ففيه مت فيه الاداء حتى في النواحى الدفاعية اللي عاب virginia عسل الملعب شوف حضراتكوا الكرة اللي امامنا هنا ايه? اللي اتلعبت في اتجاه كوكا ولكن طويلة على كوكا كورة منيني طويلة على كوكا استمرار نفس من والي الاداء ولكن منتخب ناجيريا بدأ يلعب على العمق بدأ يحاول من العمق عبدالله السعيد كورة قوية اول ابراهيم صلاح يلعب كورة على الارض هدي التحرك المرادة كده يقابل على طول وضع التعليمات واضحة الالتزام الدفاع المصري مميز جدا النهار الاداء اللي بيقدم حتى الان مقفلين حقيقة بشكل رائع جدا حتى الان في المبارد عاملين اداء مميز جدا ورغم كده ايجاله كده ان يسجل بكورة خلفية من خلال رابي التماس وحطاها الحقيقة لكن مرت بجورة قائمة بالشمال وايضا كورة احمد موسى اللي اختارها هدي مرور على طول احمد موسى ايه طوبو على حدود منطقة الجزاء مش عايزين نتلاجع كتير من الخلف ودي التزديدة بالرجل صاحبنا استني اموزي ويلعبها فين يلعبها فين اموزي بعيدة اوي الى خارج الملعب بالوقت كده الجمهور يبتدي يشعر بان المنتخب الناجيري ما بيقديش هدي امامنا الكرات اللي بيحاولوا من خلالها وكرة من اموزي بعيدة اوي اموزي استني اموزي اللي بيشارك النهار ده في هدي المباراة الجمهور اللي بيتابع والحاضرين واللي بيشاهدوا هدي المباراة ونشوف بقى الامور يعني كيف ستسير في هدي المجموعة 13 مجموعة بيصعد 13 اوائل زائد احسن 2 تواني منهم 12 مجموعة باربع فرق ومجموعة بثلاث فرق وبينضم لل13 اوائل بينضم بقى ايه اتنين تواني بالاضافة للدولة الله يسطر على هذا البورك هدي امامنا البعض يتسائل ربنا يسطر على هؤلاء طبعا هدي امامنا هو الجمهور الناجيري اللي اتى لمشاهدة النصور الخضر ومشاهدة الفرعنة لكن حتى الان تعادل سلبي في هذا اللقاء ضمن تصفيات امم افريقيا 2017 في اليامون كرات المنتخب الناجيري امامنا اللي بيحضر تحضير في وسط الملعب اوبواب هنا يضعف اتجاه اوبي اوبي ميكال هيكتور كوبر محمود فايز ايم والتعليمات المستمرة على طول استلام من جانب اللعب امروزي كرات اللي بيحاول بيخلالها ايطوبو كليتشي ايناتشو الى ايجاله بدأوا يركزوا على العم استلام على طول من موزز المساندة من استلي هدي امامنا تزديد خطرة جدا خطيرة 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 وهدف عن طريق اللعب ايطوبو هدف عن طريق اللعب ايطوبو من المتابعة هدي الكرات لسه بقول بدأوا يركزوا على الكرات الملعب والكرة المسددة من جانب اللعب كليتشي وترتد الكرة من القائم والمتابعة من جانب اللعب ايطوبو اللي بيسجل هدف تقدم لناجينيا في الديها ستين من عمر اللقاء واحد لشيء لصالح المنتخب الناجينيا هدي الجماهير اللي بيتامع اللقاء هدف الديها ستين تركزوا منتخب ناجينيا على العمق وامامنا هنا هو اللعب اللي دافع به النهاردة اللعب الاحسن لعب واحد في افريقيا 2015 وانتو ايطوبو اللي بيسجل اول اهدافه الدولية مع المنتخب الاول هدي امامنا الكرة بص استلام كليتشي سدد كرة قوية ترتطم والتغطية دفاعية بقى بتأخرة في اللقطة الماضية والمتابعة من جانب اللعب ايطوبو كرة قوية جدا صعبة في القائم ترد ترجع فين ترجع الى ايطوبو اللي بيسجل منه طبعا كرة تكليتشي ايناتشو لعب فريق نادي منشستر سيتي اللي وضع كرة في منتهى القوة في منتهى الروعة يعني طبعا اينا بقى المتابعة وهدف تقدم للمنتخب اللاجيني تبديل يطلع كوكا وينزل مكانه مروان محسن هادي التبديل مروان محسن يدخل مكان احمد حسن كوكا لعب نادي الاسماعيلي ايضا بيستعد اللعب امينو امور امينو امور امامنا ها يطلع اللعب كليتشي ايناتشو هادي التبديل اللي بيتمه وينزل مكانه اللعب امينو امار امامنا لعب فريق نادي اوزمال سبور بيلعب في تركيا هادي التبديل اللي تم في الديئة احد ستين مع الهدف الاول للمتخب الناجيني اللي سجل عن طريق اللعب ايطوب ومن متابعة كرة كليتشي اللي تطمت في القائم اليمين لتكون الهدف الاول للمتخب الناجيني حمد النيني حمد صلاح مروان محسن لامس على طول عبدالله السعيد وسط الملعب ايطوب ايطوب نخص المصر الرهيم صلاح ردة الفعل المصرية مع ايه يعني الحزر بقى في هذه اللحظات وهذه الدقائق هادي امامنا اللعب امينو امينو عمر اللعب اللي دخل بديل رقم 12 مكان اللعب اللي تسبب في هذا في اللقاء الوحيد اللعب كليتشي ايناتشو اللي سدد الكرة تطمت في القائم اليمين والمتابعة اللي كانت من جانب اللعب ايطوب وبقى الكرة التانية كانت لمنتخب النصور الخضر ده من التماث طويلة هنا الصراع حجازي ترجع الكرة في منطقة الخطورة وحكم اللقاء يدي خطأ لصالح المنتخب المصري نين اتنين كانت المواجهة بين المنتخب الوليمبيا المصري والمنتخب الناجيري في السنجال التصليات المؤهلة لالولمبيا دوليو دي جينيل والتأهل من خلالها منتخب ناجيريا كاول والذائر تاني وجنوب افريقيا تالت واللي كانت طبعا شهدت خروج منتخبنا بعدما كان لعب امام مالي وكان طبعا لعب امام منتخب الجزائر ومنتخب ناجيريا مروان محسن يدخل بديلا ثلاث اهداف لمروان محسن خلال مشواره مع المنتخب بداية من لقاء سيرليون في 2011 عندما تولى المهمة كده في اللقاءات الاخيرة في تصفيات 2012 للكابتن هاندي رمزي لعب صامق في جيل بيسانتي وايضا في بيتروشيت لعبين اللي بيملكه الحقيقة الاداء المتميز جدا واللي مسجل عشر اهداف في الدولة المصرية حاليا هذا اللعب سامسون سياسيا المهمة اللي وضع من خلالها لانه ليس بغريبة عن المنتخب الناجيري والمعاونة اللي بتأتي بقى من خلال ايمنويل ايمونيكي وهدف عن طريق اللعب ايطوبو هدي تحرك من جانب المنتخب الناجيري واحد لشيء عن طريق اللعب ايطوبو من كورا ارتدت بالقائم اليمين تبعها وحطاها في مرمى المنتخب المصري في مرمى احمد اشي نوعي امروزي شوف بقى الهداء المصري البصمات اللي ممكن نراها من هيكتور كوبر هليدفع برمضان مكان تريزيجين دفع بماروان مكان اللعب كوكا نغطف وسط الملعب من النني هدي ماروان دعوبة حلوة منتخب الناجيري ما دا هو ياخدوا ثقة بعد الهدف ايطوبو امروزي الملعب مدى يعني الجمهور كان في حالة قلق والمنتخب المصري طوال الستين ديئة للعبة كان منظم جدا وكان من الممكن ان يكون متقدم لولا الفرصة اللي اضعها كوكا الشوت الاول في الديئة من الثمانتاشر وايضا الروكنية بتاعة صلاح اللي عدت من تريزيجين واللي عدت ايضا من رمي ربيع عندها ترثة وخمسين هدي امامنا الهجمة عبدالله السعيد محمد صلاح محمد صلاح شوف الملعب كله تمهيز صورت مع صلاح وبعنيني وامان هو الاستلام المباراة الجانبية محمد صلاح واستانلي ترجع الى اللعب عمر جابر تحرك المرة دي من ننني تدخل من اللعب ننني قتال بجبل صلاح لعمر جابر هجمة مصرية عباة حلوة اول عبدالله لكن عبدالله استعجل ومرة تانية بالشمال وتصل الى مروان ومروان يا مروان مروان محصن امامنا فرصة التعادل المصرية في اللعطة الماضية سهولة اختراق الدفاع اللي يجيدي يا جماعة لازم بقى يكون فيه يعني اداء هجومي افضل من كده ادي فرصة للبديل مروان ادي امامنا الاش عبدالله السعيد لكن وصلها لمروان ومروان يختفى بسد الحزاء والحارس كارل اكبي امامنا هم اللي تصدى لهذه الكرة يعني باختدار اكبي يتصدى وعند اشيء توبو بعد ستين ديئة وفرصة مصرية ضائعة في الديئة خمسة وستين من مروان محصن تكون ترجع مرة تانية ناجيريا متقدمة بهدف حتى الان واحد لشيء لصالح المنتخب الناجيري عن طريق اللعب يتوبو مروان محصن اللي دخل مديل ضغط المصري نتمنى يتطور اداء المصري يتطور حتى الان محاولة يعني من جانب اللعب المنتخب المصري ادي بداية الهجمة عبدالله السعيد ابراهيم صلاح ترجع للخلف الى حجازي حمد طلبة لابراهيم صلاح ابراهيم صلاح العبها لعمر جابر ضغط الناجيري الضغط العالي منشوفوا كلامنا الشوت الاول تحسن كثيرا اداء المنتخب الناجيري ادي امامنا حمد صلاح كرة امامية المروان استلم بمهارة مروان محسن وتدخل وخطأ على المدافع ابوابونة في اللاطا الماضي ادي مروان محسن نزل مديلا لأحمد حسن كوكا ورقابة على اللعب مروان محسن في هذه المباراة بعد دخوله كمديل تبدلين في اللقاء نزل اللعب امينو عمر مكان اللعب كيلينشي ايناتشو بعد الهدف مباشرة اللي نسجله يطلبه في الديان الستين من متابعة لتزيدة كيلينشي تطمد في القائم وامامنا هنا محاولة وتزيدة لكن فين كورة من محمد النيني ولكن الى خارج الملعب مش صعب ان احنا نسجل التعادل بل ممكن ايضا نتقدم لكن المهم بقى زي ما قلت كده في بداية كلام الشوت التاني قلت ان احنا يعني في احترام زائد للمنافس في تراجع في الاداء الدفاعي امامنا هو ودي الجماهير المصرية اللي حضرت في ملعب اللقاء جماهير مصرية تساند وتشجع منتخب الفرعنة في مواجهة امام المتخب الناجيري مصر ست نقاط ناجيريا اربع نقاط هي والتنزانية للعب التنزانية يعني اللقاء زيادة قبل ان المباراة خطأ امامنا من رامي ولكن المراد المراد تقطيع دفاعية وتعود الكورة للشنو هذه البديل اللعب امينو عمر البديل مهاجم قوي بيلعب في ازمالي سبور بيلعب في الدوري التركي امامناهم والدفاع المتواضع هيكتور كوبر دفع بمروان بديلا لحمة حسن كوكا لكن الربع ساعة الحقيقة اللي في الشوت الثاني منتخب ناجيريا عضل من المنتخب المصري منتخب المصري اللي بيطالب الجميع اللعبين ان يكونوا على قدر المسئولية عند حفن الظن ادي اماننا محمد صلاح استلام على طول من جانب اللعب تريزي جي محمود حسن تريزي جي احمد موسى انطلاقة احمد موسى رح في امامنا هو في الجنب اليميل احمد موسى وحمدا تولب احمد موسى وحمدا تولب في الجنب الشمال لكن احمد موسى بقى عاملها وحشة قول عاملها وحشة احمد موسى الى خارج المعرف انتخب النيجيري بدأ للشوت التاني شفنا احمد موسى وشفنا كليتشي بدأ يزيده مع ايجاله ومع موذس وعمل يزادة عددية وشكلت خطورة الحقيقة ومن احد هذي الكرات كان ممكن يسجل احمد موسى كدكرة شبيهة بكرة الهدف في دقيقة خمسة وخمسين انقذر حارس الشناوي كرة ايضا ايجاله في الدقيقة التانية مشروط التاني هدي حاكم مباراة اليوم يدي بقى ايه فرصة لادعة الوقت المتخب الناجيني متقدم وصلنا للدقيقة تسعة وستين من عمل اللقاء كورة رطول استان لي كورة امامية استان لي استلام المرادي من جانب اللعب ايجاله عمر جابر اعطوها عالك كورة رمي ربيعة شوف نفقد الكورة فين نفقد الكورة في التلت الدفاع بتاعنا فبتشكل خطورة ترتد الهجمة السريعة محمد النندي ابراهيم صلاح بفدائية نرجع مرة تانية اوبي ميكال ابراهيم صلاح تدخل قوي جدا مع محمد صلاح داخل جامد جدا حسام غالي حسام غالي المديل القادم هدي امامنا هنا بقى اللجوء لاصحاب الخبرات هدي استلام من احمد موسى الخطير خاطر خاطر احمد موسى احمد موسى يسدد كورة يدخل في العنق يهرب بالرقابة ويسدد كورة قوية حسام غالي مكان عبدالله السعد هيلزل حسام غالي هدي امامنا هيدا حسام غالي مكان عبدالله السعيد شوت اول عبدالله السعيد ادى ده مميز اوي شوت تانية حقيقة يعني حدث راجع مبالغ فيه من جانب متخبنا الوطني ودي امامنا التبديل اللي بيتم في الديئة سبعين يطلع عبدالله وينزر حسام غالي تانية تبديل للمتخب الوطني المصري ادي استلام على طول مروان محسن يرجع مروان يعدي اول كورة حسام غالي خد الشارع من عبدالله السعيد لعبها حلوة اوي حسام لكن هنا تدخل قبل ميكال قاطع الكورة محمد صلاح ادي الهجمة السريعة ودي السرعة بقى وانتلاقت اللعب امينه عمر ولكن يطلع بالكورة الى خارج الملعب سامسون سياسيا مركز على السرعات اللي عنده منتخب ناجين يا شهود التاني وعلى الاداء ودي امامنا كورة ممروان معطوعة ترجع مرة تانية كورة في بناء الهجمة المصرية هجمة بتكملش عندنا ادي الضغط العالي براهيم صلاح لكن تروح الكورة في الجنب اليمين عبدالله عبدالله يا شيء ادي استلام احمد موسى الى امي ميكال تاخد ناجيريا متقدم بهدف وزداد ثقة وبدأ يعني يلعب بالاسلوب لعبه يعني تحرب من الضغوط وادي احمد موسى يا ولد يا ولد يا شهدناوي يا ولد يا شهدناوي في اللقطة الماضية احمد موسى والتسديدة المرادي مين اللي بدخل في العبق مع احمد موسى اللي بيهرب من حمد طلبة يدخل في العبق لازم حد بقى يقابل لازم انني هنا وبراهيم صلاح مين اللي قابله هنا بص حدراككم بقى هنا الادوار النفاعية وحمد لازم يروح اسرع من كده خطرة جدا احمد موسى والشهدناوي رغم الهدف اللي دخل مرماء لكن من نجوم اللي قام احمد موسى بكورة في منطقة الخطورة والشناول في منطقة اليقظة اختبار صعب لمنتخب مصر فخب مصر ادي امامنا احمد موسى هيطلع شوف امامنا التمديل خروج احمد موسى ونزول لعب بيكتور موسيس لعب تيلس المعار كان لستوكو الى ليبربول وحاليا مع نادي واسهم خروج احمد موسى ونزول اللعب بيكتور موسيس تبديل التاني للمتخب الناجيري في الديئة اتنين وسبعين من اللقاء بيكتور موسيس تحدث قبل المباراة عن الثلاث نقاط مهمة وقال المتخب يملك خبرات من اللاعبين وايضا اللاعبين المستخبل والتعادل في طبعا مباراة اسكندرية يكون فوز للمتخب الناجيري في حالة فوزه من النهاردة بهذه المباراة امينو عمر البديل امينو عمر مكان كليتشي ايناتشو وفيكتور موسيس يدخل بديلا مكان اللاعب اللي خرج اللاعب احمد موسى حمد طلبة يقطع المرة دي حمد يلعب كرة في اتجاه حسام غالي تصل مرة تانية ام روزي اوبي ميكال ضغط المصري لازم يكون قوي مع طوعا الحزر المصري مش عايز يندفع هجوبيا عشان ما يديش بقى المساعات لان المتخب الناجيري يملك هجوم قوي دفاع الناجيري ليس الدفاع القوي نتيجة يعني الاجسام القوية والبنيان القوي لكن تقل في الحركة واني امامنا عادة هنا اللاعب ايطومو مع ابراهيم صلاح اول كرة فيكتور موزيس طويلة الى خارج الملعب فيكتور موزيس اللعب اللي كان ممكن يلعب دانجلترا هو اللعب اليكس ايوبي وايضا قبل كده كان اللعب شولا شولا اميوبي ايضا بالاسماء لكن اللعبه الناجيريا امامنا هنا المنتخب المصري حسام غالي ما كان عبدالله السعيد وما ننساش نزور مروان محسن بعد الهدف في الديق احد وستين ما كان اللعب احمد حسن كوكا على طول كرة حمله طلبة يرجع للخلف احمد حجازي استبكنا شوية كده في العمق الدفاعي هادي امامنا تقدم رامي ربيعة رامي قدم حلوة اوي رامي لكن كرة طويلة فكرتها حلوة لكن طويلة اوي الكرة على طول تعود الى الحارس كان لإكمي كان لإكمي الورقة الربحة الاخيرة رمضان صبحي خلاص اختار رمضان اعتقد ما كان ترزي اعتقد رمضان اخر شوية فيه التبديل هيتر كوبر يزور رمضان صبحي احد المواهب تاني اصغر لعب يمثل مصر بعد احمد حسن اللعب امام تنزانيا وكان عبره 17 سنة و 11 شهر و 18 يوم رمضان يستعد تبديل التالت والاخير انتخب المصري هل ينجح في الوصول للتعادل هل ينجح في تحويل خسارته حتى الان بهدف يتوبه الى تعادل هنا في ملعب اللقاء بعد بقدم اداء دفاع ممايد الشوط الاول عدى عدى من حمد طلبة امينو عمر فيكتور موسيس بدهم يركزوا على الجبهة الشمال اللي فيها حمد طلبة ادي امامنا هنا التدخل لازم يكون اقوى عدى من حمد عدى وادى امامنا هنا الكرة الماضية وحمد طلبة يشيل كرة تصل على طول الى احمد حجازي لازم يكون في دعم اكتر لحمد طلبة ادي امامنا الهجمة صدع حلو اوي برافو اوي انتلاقها تريزي جي عدى تريزي جي مرور تريزي جي يا رجل ازبط بقى ازبط الكرة على الارض اللمسة الاخيرة بيعمل مجمود كبير قوي لكن هنا كرة قوية اعتقد اخر كرات محمود حسد تريزي جي هيطلع امامنا اوه وينزل مكانه رمضان صبحي حدى حلو وانطلق ولكن اللعب بقى اللمسة الاخيرة مشكلة عند اللعب محمود حسد تريزي جي اذا التبديل التالت والاخير رمضان صبحي قدي رمضان احد اللعبين المواهب الحقيقة اللي هنشوفهم في القام القادمة هو مصطبى فاتحي اللعبين المتقلقين اللعبين المستقبل لكرة قدم نصرية ادن تريزي جي لعب مباراة جيدة النهاردة ادي محمود حسد تريزي جي اللعب عند اللقب اللي بيغادر البلعب بعد ستة وسبعين دياء متفوق كلا لها المنتخب الناجيري بهدف يتوبو في الديئة ستي لخب ناجيريا لعب على تسجيل هدف وسجل الهدف وبدأ يحافظ عليه غياب اونانزي النهاردة للإقاف احد اللعبين البارزين كينس اوميرو ايضا تغائب هادي امامنا هنا حسام غالي هادي كليدشي امامنا هو وبيجلس بجواره الحوار ما بين اليكس ايوبي بقول لحضراتكم لعب الارسل موهبة جديدة لارسل فينجر هادي امامنا هنا كرة في الجنب الشمال اول كرة رمضان لكن الى خارج الملعب سبعة وسبعين دقيقة راحت الى الجانب الاخر من المربة كان في انتظارها ايطوبو حسام غالي تدخل قوي لكن على طول هو بميكالة ورات الامامية كان بيدغط رحية عبدالله السعيد بشكل مميز هادي ابرهيم صلاح مع فيكتور موزيز احمد حجازي قاطع مرة تانية كرة تصل في الجنب اليمين لكن منحقاش اللعب امينو عمر وتلطع كرة رمي التمس حمد طلبة استغلال جامعة حمد طلبة اللي بيشارك النهاردة صامت محمد عبدالشافي وتفضيل حمد طلبة على صبر الرحيل وكان انضمام اكتر من اللعب ايمن اشرف ومحمد ناصب اسماء اللي انضمت للمتخب المصري هادي امامنا محمد صلاح رمضان رمضان مرة تانية يرجع الى اللعب محمد النني لكن حمد طلبة هي لعب مكتهد هادي امامنا عمر جامل عام حلوة اول رمضان رمضان لم رمضان ويعدل وعايز يلعب العرضية يلعب العرضية رمضان فين اللي مكمل مين اللي موجود عاملها حلوة هادي امامنا او هادي رمضان اول كرة رمضان اول كرة رمضان حمد طلبة يلعب كرة ويعادل في دائية وحكم اللقاء يدي امامنا ايه يدي كرة لصالح المنتخب الناجي قاطع ابراهيم صلاح ابراهيم صلاح قاطع ولم يتماس لصالح المنتخب الناجي اول كرة رمضان خطيرة بعد نزوله عرضية لكن ما وجدتش بقى اللي يستغل لها. هادي الكرة الماضية شوف هنا بقى عدم تفاهم. شوف هنا مين اللي دخل. حسام غالي. هو اللي قطع الطريق على حمضة الله. آآ اداء الشوط الاول اداء مميز. شوط التاني زي ما قلنا المنتخب المصري بالغ في احترام المنتخب الناجيري. يعني مش خطير المنتخب الناجير الى هذه الدرجة. وهدي حكم اللقاء. جاني سيكونزي ادي خطأ على عسام غالي. خطأ على الكابيتان وامامنا عسام غالي. هادي امامنا نجم في النادي الاهلي عمل اداء مميز جدا. مع وجود في النادي الاهلي الهولندي الموجود في النادي الاهلي وايضا وجود آآ ماكليش في نادي الزمالك. هادي امامنا متابع. قطع المرادي على طول. احمد حجازي. كورة ملعوبة. يطوبوا. يطوبوا. انتخب مصر عمل تبديلاته التلاتة. انتخب ناجيريا عمل تبديلين? هادي امامنا اللعب موز السيمون. وخطأ بصالح. موز السيمون. انتخب الناجيري. حتى الان. عايزين بقى نشوف ردة الفعل. ردة فعل لعاب المنتخب المصر. ردة الفعل مش مش المنتظر. مش ردة الفعل المنتظر. لعبين الشوتر اول. هل استنفذوا? الطاقة اللي عندهم في النواحي الدفاعية. والاسلحة الهجومية الموجودة. يعني رغب نزول اللعب رمضان. واده امامنا هنا تغيير اتجاه من مهارة. واحدة والتانية ومرور حلو الحقيقة. من جانب اللعب آآ موز السيمون. ادي كرة رمضان. رمضان امبروزي. كرة على طول تصل مرة تانية حسام غالي يضغط. ترجع في وسط الملعب ايطوبو. ايطوبو وبميكالة. مروان يضغط. لازم يروح مروان شوف بقى الضغط المصري محمد صلاح. النهاردة منتخبنا ما نجحش باستغلال صلاح. باستغلال الامسل. ادي كرة معطوعة وصفرت الحاكم دائما وابلت. حاكم اللقاء بلغة التحكيم بيحزر مباركة. شوف امامنا ايه ادي ادي محمد النيني. يعني حس الكرة راحة بمنتخب الناجيني انت صفراته. تحكم الافريخ المعروف طبعا. ادي امامنا السلام من جانب فيكتور موز الس اللي دخل مديل لعب وسط هام وتزديدة ولكن كان معتاد. كان معتاد الشناوي النهاردة رح ايها يعني اه حمى مرمى من اكتر من الكرة لا يسأل عن هدف اللقاء. كرة قوية او ارتطمت في القائم اليمين وارتدت وراحت الى اللعب ايطوبو كان عامل متابعة وسط يعني اه رقابة دفاعية غائبة في تلك الكرة. كان معا حمانة طول ما في الكرة. اللي جي من هدف اللقاء اللي سجلوا اللي عام ايطوب. لكن الكرة دي اصعبة على المدافعين. مهاجم جاي بوشه المدافع بيبقى بيتابع الكرة وايطوبو استغلها. فاسم غالي. وسيارة شوية. لكن بايم صلاح. الى محمد صلاح. محمد صلاح يا ولد عدم مهارة. عدم مهارة وعدم التاني. بص عدركوا رهبة رهبة اسم محمد صلاح اللي احنا ما استغللناش نهار. معرفناش نستغل النقطة دي. الرحبة اللي عملها محمد صلاح والرعب اللي لعبه للاعب المنتخب الناجين. الراجل بيعدي بالرموز كنترول. الله طال ماضي يعني. حدش دخل عليه. هادي استلامة لطول. مروان عايز يعمل وتو خد مع صلاح. مع طوع الكورة. كورة امامية. ابراهيم صلاح. مع ايجالو. اليكس ايوبي البديل القادم. لعب نادي الارسل. اللعب اللي هيشارك في هذه اللحظات. تبديل التالت والاخير. هيطلع اه موز السيمون. وهينزل اليكس ايوبي. اليكس ايوبي لعب الارسل. اللي اول لحضراتكم واحد من اللعبين المميزين جدا. طلع لعب نادي جانت. ونزل مكانه اليكس ايوبي. اللي الامامنا هو حتى يعني ملامحه بقى اوكوشة لان عموي بقى اوكوشة. وبعت له على تويتر بعد ما سجلت في مرمى ايفرتون لصالح الارسل بعت له يعني طبعا زميل محمد النني زميل محمد النني ايه ايه شارك امامنا ادي عادة المرة دي ادي استلي استلي اموتزي بدأ ياخد ثقة حتى استلي اموتزي خد ثقة. هذه الكورة ملعوبة رمضان عاملوا الدور الدفاعي مع اللعب عبداللهي لم ارى منتخب ناجيريا بهذا السوق من قبل. اذا كان منتخب ناشطر اول ادى اداء اه يعني اه اه جيد في الالتزام والانضباط ولكن تطوير الاداء كان مهم. والمنتخب الناجيري سجي الهدف وعلى الاقل نتمنى حتى التعادل. نتمنى التعادل في الوقت المتبقى. اماننا في محمد صلاح في مروان محسن في حسن غالي ادي امامنا منتابع. حكم يصفر بس الكرات اللي صالح المنتخب الناجيري. كرة تصل ايوبي. اول كرة ايوبي دخل بديلا اه موسيس. طلع كليتشي. وطلع احمد موسى. وطلع ايضا موسيس. ودفع بامين. خطرة جدا. خطرة جدا. هدف التاني. يا ولد. يا ولد يا ولد يا يا حمادة. حمادة طلبة ايه? حمادة طلبة يطلع هدف من فيكتور موسيس. هادي يا حمادة طلبة بقى. الكرة دي تكفي حمادة. هدف هدف التاني كان الهدف القاتل بمثابة رصاص الرحمة وفيكتور موسيس والتعالبك في اللقطة دي. هادي الدفاع الدرب. لكن فدائية من حمادة طلبة لا تجدها الا في حمادة طلبة. ازا كنا بنحمله جانب من الهدف اللي سنجل عن طريق اللعب في المتابعة. لكن امامنا ايه? حمادة طلبة باختدار. فرصة ضاعة من موسيس في دقيقة اربعة وتمانية. بيكتور موسيس. هادي حمادة طلبة. فدائية يعني يخصد عليها. فدائية رجولة. ودي السماء ودي المؤهلات اللي وضعته النهاردة اساسيا في هادي المباراة. ولقطة المباراة من حمادة طلبة. هادي ايتوبو. تزديدة قوية. هادي حمادة طلبة فدائية كبيرة جدا. ولكن بيكتور موسيس برضو لعبها بثقة بغرور. هادي الهدف كليتشي. ارتداد الكرة. وامامنا ايتوبو بقى في اللقطة دي. والمتابعة طبعا يعني لحظة تزديد وارتداد الكرة. التسلل وعدم التسلل بقى يعني هي صعبة لكن اعتقد ما فيها تسلل. هادي امامنا هي لحظة تزديد. هنا بقى اللحظة. ديه البعيان. هل هو كان سابق? يطوب وخطأ على رمضان. ايه ده رمضان. اخر خمس دقائق. سؤال دايما يتبادر الازهنة. هنوصل نهائيات امم افريقيا امتى? ده سؤال اللي بيدور يعني في ازهن الجماهير المصرية. امتى هنوصل? الفين واتناشر لم نتأهل. الفين وتلاتاشر لم نتأهل. الفين وخماتاشر لم نتأهل. عندنا سبت نقاط في حالة فوزنا جيل ايبو سبعة. والمباراة تتصعب علينا في برج العرب. لكن فوزنا في تلك المباراة يحقق لنا امالنا ان شاء الله. واتموحنا بازن الله ما نفقدش الامل. لان اللاعبين النهار ده قدوا في الشوت الاول اداء مميز. والحقيقة التمديلات المتأخرة نسبيا من جانب يكتور كوبر. ولكن طبعا المباراة ايه كما نتابع حتى الان ستة وتمانين ديئة. ونتيجة اللقاء واحد للشيء هدف ايطوبه. ولا ننسى. لا ننسى ان حميدة طلبة انقص كرة اشوف الجمهور امامنا هو في ارض الملعب. جماهير كبيرة جدا في ارض الملعب. لن نتقدم بشكوى كما قال مهندس هاني مريد المشرف على المنتخب. مهندس ايام ليطا ايضا كان موجود مع المنتخب المصري. خلال رحلته الى كادونا. حمد صلاح الجمور وضع عليه امال كبيرة جدا. حكم اللقاء. يعني كل لمس المنتخب ناجيريا كان بيصفر عليه. بيوقف اللعب يعني بيوقف تطفق اللعب الحكم اللي امامنا ده الحكم اللي يعني مش هنقول مش هنقول غاية نتيجة اللقاء لكن قراراته يعني كان فيها برضو نوع من ايقاف الهجمات المصرية. لكن ردت فعلنا مكادش ردت الفعل المتوقع. هدي امامنا اليكس ايوب. فيكتور امامنا موزس. تزديدات الشناوي نجم اللقاء رقم واحد في منتخب مصر. احمد الشناوي نجومية المباراة النهارة. لاقزة. وتركيز عالي وتصديات. ولا يسأل عن هدف اللقاء الوحيد. كرة تطلع الى خارج الملعب. شوف شوف الدفاع. كل حضراتكم ما شوفتش اسوأ من الاداء الناجيري النهاردة خلال بقى تخب ناجيريا يعني بالفرق راح تكسل عالم خمس مرات. اه اللي وصلت الى اللقب هدي البطولة ثلاث مرات والوصيف اربع مرات. حسام موزس. هدي ميكسور موزس. ضيع فرصة العمر. تدي اربعة وتمانين. محمد النني. كرة على طولك. انت سألوها ايجاب. هردى اداء المحترفين البصريين. عليهم ضغوط كبيرة. بعد كان يتوقع اداء اكبر من كده اداء افضل من كده. لكن البعض كان ينظر المباراة الودية ومباراة السابقة لهكتور كوبر. الفوز. ولكن نفتقد الى حالوة الاداء. ولكن انت احيانا بتبقى مطالب ان العجلة تدور. انك تفوز. الاول وتفكر بقى في التآهل وبعا كده تفكر في التنافس والالقاب. وده مش غريب على كورة القدم المصرية. كن على طول ترجع ابابنا. احمد حجازي. احمد حجازي. احمد حجازي. ملنا بقى احمد حجازي يستعيد مستوى لاحنا عارفينه عنه احمد حجازي. متخب المصري. ادى الفرصة لمنتخب ناجيرة يضغط. وبعد كده بقى نبتدي نلعب. نبتدي نفكر. حط نفسنا تحت الضغط دايما. ليه ما نلعبش من الاول? ليه ما نفرصي من الاول? ليه ما يكونش عندنا الطموح من الاول? امامنا هو قد يحسام غالي. كورة لطول حسام غالي ضغط من جانب لعب المنتخب الناجيري. بيتوبوا. احد افضل لعب المنتخب الناجيري سعب الهدف. مطوعة من نني الى خارج من العب. نلعب في الديقة تسعة وتمانين. نحس لعبتنا اه درجة حرار اربعة وتلاتين درجة. انا مش جايين من السكيمو يعني عشان نتكلم احنا برضو بلدنا حره. لكن الاداء بعد الهدف مش المتوقع. الهدف في الديقة ستين. طب عملنا ايه من الديقة ستين? هو ده السؤال. اه في كرة المروان. المجهود فردي. في كرة ايضا سنددها النيني. وكرة الرمضان العمالة عرضية. ادي امامنا هنا اللي بيحاول. ادي فيكتور موزيز هي لعب كرة عرضية خطيرة. حمد طول بيتدخل ترجع الكرة لاتوبو. تزديدة قوية جدا الى خارج. منتخب النيجيري. استغل الهجمة. بتاعة كليتش اللي ارتطمت في القائم. ومتابعة ايطوبو. وامامنا هنا اقول منتخب ليس بالمرع. والله حركوا بلغنا في اه تقدير المنتخب الناجي. اه منتخب ناجيريا تاريخ واسم. طب مصر تاريخ واسم. لكن احنا مع الواقع. مع عرض الواقع. نهاردة كنا ممكن نقدم شكل افضل. صحيح اداء الشوت الاول كان اداء جيد عشان ديتنا اللعيبة حقها. لكن الاداء الهجومي فين? فين الفعالية الهجومية? هادي كرة اطول من مروان الى محمد صلاح. كرات الطويلة العالية دي? يعني اه اه كانت تحتاج في الشوت الاول تبقى اطلق. انتخب الناجيري بعد ما سجل بدأ يحافز على النتيجة. هادي امامنا اللعب ابوبونا. اللي واقع في الارض الملعب بقى عشان ايه? يعني يدي فرصة للعاج. تلات دقايق. وقت بطلطائح في ادي المباراة. واحد لاشئ ناجيريا. الجماهير في ملعب كدونا. يعني هي راضية بالثلاث نقاط. لكن اعتقد الاداء الناجيري حتى الان. ولكن المهم بقى تجميع نقاط في هذه البطولات. ادي رمضان. رمضان المهارة. رمضان. الى محمد صلاح التعادل. التعادل. التعادل للعادل. الله. الله. جول. جول. محمد صلاح. محمد صلاح يا محمد يا صلاح. حطاه حلوة حلوة. فينك رمضان? فينك انت فين يا رمضان? رمضان عاملها. حلوة حلوة. وصلاح هذا في التعادل. يأتي في الديئة الاولى من الوقت بدل الضائع. قلنا حضراتكم لم نستغل الدفاع الناجيري الضعيف. لم نستغل محمد صلاح. لكن بص شوف رمضان. شوف رمضان. هل اهلالك. هل اهلالك بص رمضان. يا ولد يا صلاح بص الدفاع الناجيري. يا ولد الاستلام. وحطاه ايه? حطيتها قاتلة. قاتلة قاتلة. هدف التعادل تمرينة رمضان. استلام محمد صلاح. يسجل هدفه الدولي. رقم تلاتة وعشرين مع المنتخب الاول. والاستلام رائع. شوف الاستلام. وترفع ايدك ليه? لان اوبا بونا كان مغطي. وصلاح يأتي بالتعادل في وقت قاتل. التعادل لن يغير رأيي. كان من الممكن النفوس. لكن هو ليه فرحة. وليه يعني قمته هدف التعادل. لان هدف التعادل يبقي مصر في صدارة المجموعة ويرفع رصيده المنتخب المصري الى سبع نقاط هو منتخب ناجيريا الى خمس نقاط في هذه اللحظات الصعبة جدا. الشناوي له الفض الاول. حمد طلبة اذا كان اخطأ في هذا ايطوبو فان حمد طلبة كان صاحب لقصة المباراة. ولكن اللحزة يعني اللحزة الحلوة الفرحة اللي عشناها مع محمد صلاح هي كافية لتحقيق التعادل. اذا كنا تحدثنا عن السلبيات ده من حبينا وغيرتنا على منتخبنا الوطني. عايزينه للافضل. والمنتخب المصري بمهارة رمضان. وبقدرات محمد صلاح وصل الى التعادل. واحد واحد. تشكيلة اعتقد هي اللي مفروض تبدأ في اللقاء العودة. تشكيلة الانامين. تشكيلة اللي ختمنا بها هي التشكيلة المثالية اللي ممكن نبدأ بها في لقاء العودة. اللي هيكون ان شاء الله في استاد الجيش في بورج العرب ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم. نحافظ على النتيجة. وحكم اللقاء مصمم على الاخطاء لعبة الكرة السريعة. خلاص المباراة التاجه الى التعادل ايجابي. متخب المصري امام المتخب الناجي لاخر الكرات. بيكتور بوزس اضاع كرة اشعرتني ان التعادل ممكن يأتي. ولكن امامنا الهجمات الخطيرة بقى. حفاظ على الكرة. صفر حكم اللقاء امامنا. هل ينهي اللقاء? ادي كرة لمحمد صلاح. شفتم يصفر فين? يا راجل يا ظالم. يا راجل يا ظالم. يصفر فين? ادي حكم اللقاء. يعلن عن نواياه. ويعلن عن نياته السيئة. في لقاف هجمة. يدي وقت بدل ضايع. يصفر. ثلاث دايع خلصت. لكن واحد واحد. يطوبه في الديئة ستين. سجل المنتخب ناجي ليا محمد صلاح. يأتي بالتعادل في الديئة وتسعين. مع الديئة الاولى. وحكم اللقاء امامنا هو. الحكم سيكوزي. حكم سيكوزي على الاخر في هذه المباراة. تنتهي المباراة بتعادل ايجابي. تعادل بتعم الفوز لمصر. يأتي عن طريقة محمد صلاح. سجل التعادل. ليبقي مصر في الصدر سبع نقاط في هذه المجموعة. وناجي ليا اصدقاته. شكرا لكم. امقل الكلمة للزميل احمد فوت. امامنا? هيطلع اللعب كليتشي ايناتشو. هادي التبديل اللي بيتم وينزل مكانه اللعب امينو اه امامنا. لعب فريق نادي اوزمال سبور بيلعب في تركيا. هادي التبديل اللي تم في الديعة الستين مع الهدف الاول للمتخب الناجيني اللي سجل عن طريق اللعب ايطوبو من متابعة كرة كليتشي اللي التطمت في القائم اليمين لتكون الهدف الاول للمتخب الناجيني. حمد النيني. حمد صلاح. مروان محسن. لمس على طول عبدالله السعيد. وسط الملعب ايطوبو. ايطوبو. نقص المصر الرهيم صلاح. ردة الفعل المصرية. مع ايه? يعني الحزر بقى في هذه اللحظات وهذه الدقائق. هادي امامنا اللعب امينو. امينو عمر. اللعب اللي دخل مدين رقم اتناشر. مكان اللعب اللي تسبب في هذا في اللقاء الوحيد اللعب. كليتشي ايناتشو اللي سدد الكرة تطمت في القائم اليمين. والمتابعة اللي كانت من جانب اللعب ايطوبو بقى الكرة التانية كانت لمنتخب النصور الخضر للسجد. ده من التماث طويلة. هنا الصراع حجازي ترجع الكرة في منطقة الخطورة. وحكم اللقاء يدي خطأ لصالح المنتخب المصري. نين اتنين كانت المواجهة بين المنتخب الوليمبيا المصري والمنتخب الناجيري في السنجال التصليات المؤهلة لالولمبيا الدوليو دي جنين والتآهل من خلالها منتخب ناجيريا كاول والزائر تاني وجنوب افريقيا تالت واللي كانت طبعا شهدت خلوط منتخبنا بعدما اه كان لعب امام مالي وكان طبعا لعب امام منتخب الجزائر ومنتخب ناجيريا. مروان محسن يا ادخل بديلا. تلات اهداف لمروان محسن. خلال مشواره مع المنتخب بداية من اللقاء سيرليون في الفين وحداشر عندما تولى اه المهمة كده في اللقاءات الاخيرة في تصفيات الفين واتناشر للكابتن هاني رمزي. لعب سامق في جيل بيسانتي وايضا في بيتروشيت. لعبين اللي بيملكوا الحقيقة الاداء المتميز جدا واللي مسجل عشر اهداف في الدولة المصري حاليا هذا اللعب. سامسون سياسيا. المهمة اللي وضع من خلالها لانه ليس بغريبة عن المنتخب الناجيري. والمعاونة اللي بتأتي بقى من خلال ايمانويل ايمونيكي وهدف عن طريق اللعب ايطوبو. هدي تحرك من جانب المنتخب الناجيري. واحد لشيء عن طريق اللعب ايطوبو من كورا ارتدت بالقائم اليمين تبعها وحطاها في مرمى المنتخب المصري في مرمى احمد اشي النوع. امروزي. شوف بقى الاداء المصري. البصمات اللي ممكن نراها من هيكتور كوبر. هل يدفع برمضان مكان تريزيجين? دفع مروان مكان اللعب كوكا. ضغط في وسط الملعب من النني. هدي مروان دعوبة حلوة منتخب الناجيري مدى او ياخدوا ثقة بعد الهدف. ايطوبو. امروزي الملعب مدى يعني الجمهور كان في حالة قلق. والمنتخب المصري طوال ستين ديئة اللي لعبها كان منظم جدا. وكان من الممكن ان يكون متقدم لو لا الفرصة اللي قضعها ايه كوكا الشوت الاول في دي امد تمنتاشر. وايضا الروكنية بتاعة صلاح اللي عدت من تريزي جيه واللي عدت ايضا من رمي. يا ربيعة دي اترسى وخمسين. ادي امامنا الهجمة. عبدالله السعيد. محمد صلاح. محمد صلاح شوف الملعب كله. لما هي تصورت مع صلاح ومع النني. وامنا هو الاستلام المباراة الجانبية. محمد صلاح واستانلي. ترجع الى آآ لعب عمر جابر. تحارك المرة دي من النني. تدخل من اللعب النني. قتال. يجبها صلاح لعمر جابر. هاكمة مصرية. عوبة حلوة اول عبدالله. لكن عبدالله استعجل ومرة تانية بالشمال. وتصل الى مروان. ومروان. يا مروان. يا مروان. مروان محسن امامنا. فرصة التعادل المصرية في اللقطة الماضية. سهولة اختراق الدفاع اللي يجيدي يا جماعة. لازم لازم بقى يكون فيه يعني اداء هجومي افضل من كده. هدي فرصة للبديل مروان. هدي امامنا آلش عبدالله السعيد لكن وصلها لمروان. ومروان يختفى بسد الحزاء. والحارس كارل اكبي امامنا هم. اللي تصدى لهذه الكرة يعني باختدار الحقيقة. اكبي يتصدى. وحد اشيء اوتوبو بعد ستين ديئة. ففرصة مصرية ضائعة في الديئة خمسة وستين من مروان محسن. كنا ترجع مرة تانية. ناجين يا متقدمة بهدف. حتى الان. واحد لاشيء لصالح المنتخب الناجيني. عن طريق اللعب يتوبو. مروان محسن اللي دخل بديل. ضغط المصري. نتمنى يتطور. اداء المصري يتطور. حتى الان. محاولة يعني من جانب اللعب المنتخب المصري. ادي بداية الهجمة. عبدالله السعيد. ابراهيم صلاح. ترجع للخلف الى حجازي. حمد طلبة. لابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح العبها لعمر جامر. ضغط الناجيني الضغط العالي. مناش منشوفوا الكلام ده الشوت الاول تحسن كسيرا اداء المنتخب الناجيني. ادي عمامنا حمد صلاح كرة امامية المروان. استلام بمهارة مروان محسن وتدخل وخطأ على المدافع ابوبونا في اللاطة الماضي. ادي مروان محسن. نزل مديلا لحمد حسن كوكا. ورقابة على اللعب مروان محسن في هذه المباراة بعد يدخله كمديل. تبدلين في اللقاء. نزل اللعب امينو عمر مكان اللعب كيلينشي ايناتشو. بعد الهدف مباشرة. اللي نسجله ايطوبو في الديان الستين من متابعة لتزديد كيلينشي اللي ارتطمت في القاهب. وامامنا هنا محاولة وتزديدة. لكن فين? كرة من محمد النيني ولكن الى خارج الملعب. مش صعب ان احنا نسجل التعادل بل ممكن ايضا نتقدم. لكن المهم بقى زي ما قلت كده في بداية كلام الشوت التاني قلت ان احنا يعني اه في احترام زائد للمنافس. في تراجع في الاداء الدفاعي امامنا هو ودي الجماهير المصرية اللي حضرت. في ملعب اللقاء. جماهير مصرية. تساند وتشجع منتخب الفرعنة. في مواجهة امام المنتخب الناجيني. مصر ست نقاط ناجينيا. اربع نقاط هي وتنزانيا للعب التنزانيا. يعني اللقاء زيادة. قبل ان المباراة خطأ امامنا من رامي. ولكن المرة دي. المرة دي تقطيع دفاعية وتعود الكورة للشنة. هذه البديل اللعب اه امينو عمر البديل. مهاجم قوي. بيلعب في ازمالي سبور. بيلعب في الدوري التركي امامناه. والدفاع المتواضع. هيكتور كوبر. دفع بمروان بديلا لحمد حسن كوكا. لكن الربع ساعة. الحقيقة. اللي في الشوت التاني. منتخب ناجينيا عضل من منتخب المصري. منتخب المصري. اللي بيطالب الجميع اللاعبين ان يكونوا على قدر المسئولية عند حفن الظن. ادي امامنا محمد صلاح. استلام على طول من جانب اللعب تريزيجي. محمود حسن تريزيجي. احمد موسى انطلاقة. احمد موسى راح في امامنا هو في الجنب اليمين احمد موسى. وحمد اطلب احمد موسى. وحمد اطلبة في الجنب الشمال لكن احمد موسى بقى عملها وحشة قول. عملها وحشة احمد موسى الى خارج المعارض. انتخب النيجيري بدأ الشوت التاني بالزيادة العددية اللي في العبق الهجومي. شفنا احمد موسى وشفنا كليتشي. بدأوا يزيدوا مع ايجاله ومع موذس وعملوا زيادة عددية وشكلت خطورة الحقيقة. ومن احد هذي الكرات كان ممكن يسجل احمد موسى كد كرة شبيهة بكرة الهدف في ديئة خمسة وخمسين انقذر حارس الشناوي. كرة ايضا ايجاله في ديئة التانية مشروط التاني. هذي حاكم مباراة اليوم. يدي بقى ايه فرصة لادعة الوقت. المتخب الناجيني متقدم. وصلنا للدقيقة تسعة وستين من عمر اللقاء. كورة رطول استان لي. كورة امامية استان لي. استلام المرادي من جانب اللعب ايجاله. عمر جابر. اعطوها عالك كورة. رمي ربيعة شوف نفقد الكورة فين? نفقد الكورة في التلت. الدفاع بتاعنا فبتشكل خطورة ترتدي الهجمة السريعة. محمد النندي. ابراهيم صلاح بفدائية. نرجع مرة تانية اوبي ميكال. ابراهيم صلاح. تدخل قوي جدا مع محمد صلاح. داخل جامد جدا. حسام غالي. حسام غالي المديل القادم. هدي امامنا هنا بقى اللجوء لاصحاب الخبرات. هدي استلام من احمد موسى الخطير. خطر خطر احمد موسى. احمد موسى يسدد كورة. يدخل في العنق. يهرب بالرقابة. ويسدد كورة قوية. حسام غالي مكان عبدالله السعيد. هيلزل حسام غالي. هدي امامنا هيدا حسام غالي مكان عبدالله السعيد. شوت اول عبدالله السعيد قدى ده مميز اوي شوت تانية الحقيقة. يعني حدث تراجع مبالغ فيه من جانب منتخبنا الوطني. ودي امامنا التبديل اللي بيتم في الديئة سبعين يطلع عبدالله وينزر حسام غالي. تانية تبديل للمتخب الوطني المصري. ادي استلام على طول. مروان محسن. يرجع مروان. يعدي اول كورة حسام غالي. خد الشارع من عبدالله السعيد. لعبها حلوة اوي حسام. لكن هنا تدخل قبل ميكال. قاطع الكورة. محمد صلاح. ادي الهجمة السريعة. ودي السرعة بقى وانطلاقة اللعب امينه عمر. ولكن يطلع الكورة الى خارج الملعب. سامسون سياسيا. نركز على السرعات اللي عنده متخد ناجير اشهد التاني. وعلى الاداء ودي امامنا كورة مما روان مقطوعة. ترجع مرة تانية كورة. في بناء الهجمة المصرية. هجمة بتكملش عندنا. قديل الضغط العالي. برايب صلاح. لكن تروح الكورة في الجنب اليمين. عبدالله. عبدالله يا شيء. ادي استلام احمد موسى. الى امي ميكال. تاخد ناجيريا متقدم بهدف. وزداد ثقة. وبدأ يعني يلعب بالاسلوب لعبه. يعني تحرم من الضغوط. وادى احمد موسى. يا ولد يا ولد يا شناوي. يا ولد يا ولد يا شناوي في اللقطة الماضية. احمد موسى وتزديدة المراني مين اللي بدخل في العبق مع احمد موسى اللي بيهرب من حمد طلبة يدخل في العبق. لازم حد بقى يهابد. لازم النني هنا امراهيم صلاح مين اللي قابله هنا. بص هدرككم بقى هنا الادوار الدفاعية. وحمد لازم يروح اسرع من كده. خطرة جدا. احمد موسى والشناوي رغم الهدف اللي دخل مرمى لكن من النجوم اللي قابل. احمد موسى بكورة في منطقة الخطورة والشناوي في منطقة اليانقظة. اختبار صعب لمنتخب مصر. خب مصر ادي امامنا احمد موسى هيطلع. شوف امامنا الترديل. خروج احمد موسى. ونزول لعب بكتور موسيس. لعب تنسل معار كان لستوك والى ليبربول. وحاليا مع نادي واسهم. خروج احمد موسى ونزول اللعب بكتور موسيس. تبديل التاني للمتخب الناجيري في الدقيقة اتنين وسبعين من اللقاء. بكتور موسيس تحدث قبل المباراة عن الثلاث نقاط مهمة. وقال المتخب يملك خبرات من اللاعبين وايضا اللاعبين المستخبل. والتعادل في اه طبعا اه اه مباراة اسكندرية يكون فوز للمتخب الناجيري في حالة فوزه من النهاردة بهذه المباراة. امينو عمر. البديل. امينو عمر. مكان كليتشي ايناتشو. وفيكتور موسيس يدخل بديلا مكان اللاعب اللي خرج اللاعب احمد موسى. حمد طلبة يقطع المرة دي حمده. يلعب كرة في اتجاهها. حسام غالي تصل مرة تانية. ام روزي. هو بمكال. تغطي المصري لازم يكون اه قوي مع طوعا الحزم. المنتخب المصري مش عايز يندفع هجوبيا عشان ما يديش بقى المساعات لان المنتخب الناجيري يملك هجوم قوي. دفاع الناجيري ليس الدفاع القوي نتيجة يعني الاكسام القوية والبنيان القوي لكن تقل في الحركة واني امامنا عادة هنا اللاعب يطومه مع ابراهيم صلاح اول كورة فيكتور موزيس طويلة الى خارج الملعب. فيكتور موزيس اللعب اللي اللي كان ممكن يلعب دانجلترا هو و اللعب آليكس ايوبي وايضا قبل كده كان اللعب شولا 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 اميوبي ايضا بالاسماء لكن اللعبه لناجيريا امامنا هنا المنتخب المصري حسام غالي ما كان عبدالله السعيد وما ننساش نزور مروان محسن بعد الهدف في الديق احد وستين مكان اللعب احمد حسن كوكا على طول كورة حمالة طلبة يرجع للخلف احمد حجازي استبكنا شوية كده في العمق الدفاعي هادي امامنا تقدم رامي ربيعة رامي قدم حلوة اوي رامي لكن كورة طويلة فكريتها حلوة لكن طويلة اوي الكورة هطول تعود الى الحارس كارل اكمل كارل اكمل الورقة الربحة الاخيرة رمضان صبحي خلاص اختار رمضان اعتقد مكان ترزي اعتقد رمضان اخر شوية فيه التمديل هيتر كوبر يزور رمضان صبحي احد المواهب تاني اصغر لعب يمثل مصر بعد احمد حسن يدو لعب امام تنزانيا وكان عبره سبعتاشر اه سنة واحداشر شهر وطمانتاشر يوم رمضان يستعد تبديل التالت والاخير انتخب المصري هل ينجح في الوصول للتعادل هل ينجح في تحويل خسارته حتى الان بهدف يتوبه الى تعادل هنا في ملعب اللقاء بعد بقدم اداء دفاع ممايد الشوط الاول عادة عادة من حمد طلبة امينو عمر فيكتور موسيس بدهم يركزوا على الجامحة الشمال اللي فيها حمد طلبة ادي امامنا هنا التدخل لازم يكون اقوى عادة من حمد عادة وادى امامنا هنا الكرة الماضية وحمد طلبة يشيل كرة تصل على طول الى احمد حجازي لازم يكون في دعم اكتر لحمد طلبة ادي امامنا الهجمة صدع حلو اوي برافو اوي انتلاقة تريزي جي تريزي جي عادة تريزي جي مرور تريزي جي يا رجل اصبت بقى اصبت الكرة على الارض اللامسة الاخيرة بيعمل مجمود كبير اوي لكن هنا كرة قوية اعتقد اخر كرات محمود حسد تريزي جي هيطلع امامنا اوه وينزل مكانه رمضان صبحي حد حلو وانطلق ولكن اللعب بقى اللامسة الاخيرة مشكلة عند اللعب محمود حسد تريزي جي اذا التبديل التالت والاخير رمضان صبحي قدي رمضان احد اللعبين المواهب الحقيقة اللي هنشوفهم في الام القادمة هو مصطفى فتحي لعبين المتقلقين اللعبين المستقبل لكرة قدم نصرية ايدا تريزي جي لعب مباراة جيدة النهاردة ادي محمود حسد تريزي جي لعب اندلاخت اللي بيغادر البلعب بعد ستة وسبعين دياء متفوق كلا لها المنتخب الناجيري بهدف يتوبه في الدياء ستة تاخب نيجيريا لعب على تسجيل هدف وسجل الهدف وبدأ يحافظ عليه غياب اونانزي النهاردة للإقاف احد اللعبين البارزين كينس اوميرو ايضا غائب هادي امامنا هنا حسام غالي هادي امامنا هو وبيجلس بجواره الحوار ما بين اليكس ايوبي بقول لحضراتكم لعب الارسل موهبة جديدة لارسل فينجر هادي امامنا هنا الكورة في الجنب الشمال اول كورة الرمضان لكن الى خارج الملعب سبعة وسبعين دقيقة راحت الى الجانب الاخر من المربة كان في انتظارها ايطوبه حسام غالي تدخل قوي لكن على طول هو بميكالة كورات الامامية كان بيدغط رحية عبدالله السعيد بشكل مميز هادي ابراهيم صلاح مع فيكتور موزيز احمد حجازي قاطع مرة تانية الكورة تصل في الجنب اليمين لكن منحقاش اللعب امينو عمر وتلطع الكورة بالتمثل حمد طلبة استغلال جامعة حمد طلبة اللي بيشارك النهاردة صامت محمد عبدالشافي وتفضيل حمد طلبة على صبر الرحيل وكان انضمام اكترات الهجمات امامنا تشوف اللعب امروز قلب الدفاع ادي اوتوبو لعب اوتوبو مميز جدا اللعبين المحليين في واري وولفز امامنا خمس اهداف في التصفيات المؤهلة واحد من اللاعبين المميزين هذا اللعب احسن لعب قلنا اه واعد في افريقيا اوبي ميكال الخبرات الكبيرة الموجودة لدى هذا اللعب تاني احسن لعب كاس علم شباب الفين وخمسة بعد ميسي اللعب اه اوبي ميكال لعب فريق نادي تشيلسي حتى الان التعادل السلبي بعد ربع ساعة في حضور جماهير كبير في ملعب كادولا وامام يعني الملعب ساعته تلاتين الف لكن اعبدت النور وحتى اعبدت الكاميرات النقل التلفزيوني هنا في كادولا وانطلاقها المساحات لابد ان تكون يعني مساحات على قضية الحدود عادة واخترك واستلام احمد موسى انا احمد موسى شوف قوة اللعب اللعب سل لي اه مدزي واته احمد موسى الكرة العالية ولد الشرناوي هاد اماما احمد الشرناوي احمد موسى واضح كده التركيز على الجامب اليمين اللي في احمد موسى الخبرات العالية اي اوي عند احمد موسى هاد احمد موسى لكن التأمين الدفاعة حتى الآن مميز. واته امامنا هنا هي الكثافة الدفاعية اللي بيجدها المنتخب المصري داخل منطقة جزائه هي الحل لي ايقاف المهارات والسرعات اللي عند المتاخب انا جيدي. استان لي اموزي. يرجع لطول الى كارلي اكيمي. كارلي اكيمي. وسط الملعب ايطوبو. ايطوبو. واحد اللعبين الشبان اللي بنشوفه بالنهاردة في التشكيلة. اداء الجماع المصري مطلوب. وليس الاعتماد على محمد صلاح فقط. الخوف والحذر الزائد. قد يكون يعني اه عندنا درس من قبل في اللقاءات السابقة. ادي امامنا الاخلاص والانتماء. لكن دي المهارة. من جانب اللعب محمود حسن تريزيجيل. تريزيجيل يلم ويلعب العرضية. قوية او تريزيجيل. قوية كورة امامنا هو الحماس. عند اللعب محمود حسن تريزيجيل. بطل افريقيا للشباب الفين وطلعتاشر. وكان احد اللاعبين اللي نسجلوا في كاس العالم اه للشباب في تركيا عندما فازت مصر على انجلترا بهدفين. كان سجل هدفه كان كوكا سجلها. كوكا ايضا كان سجل في مباراة العراق. وكهراما كان سجل في مباراة تريزيجيل. كورة على طول بنجانب اللعب تريزيجيل. لسه الاداء الهجومي. لسه الشق الهجومي. حتى الان لم نشعر بي. احمد حسن كوكا محمد صلاح وتريزيجيل والكرات العالية. ادي امامنا يا ولد يا ولد يا رامي. على طول استلام محمد النني. محمد النني الى محمد صلاح. محمد صلاح. لكن صفارة من حكم اللقاء جاني سيكوزي والكورة الى خارج الملعب. حكم الامامنا حكم في امم افريقيا الفين وخمستاشر اللي يقيمت في غدنا الاستوائية. حكم مالي والكاميرون. وحكم ربع نهائي ما بين غانا وغينيا. حكم هذه المباراة. ومع المساعدين ارسيلو من موزنبيق. وكاسنجلي اه من اه طبعا زامبيا وايضا ويزدم تشوي الحكم الرابع في ادي المباراة. كورة على طول وسط ملعب. المتخم قلنا يجيني. عالطريق اللعب امروز. الكورة معتوعة. محمد صلاح السرعة والمهارة. محمد صلاح ومحمد صلاح هايز يعدل. ويبحث عن المساعدة حلوة قوي. ودي الكورة وكوكا جون. وكوكا جون يا راجل. يا راجل يا راجل. هدف اول ضاعب المنتخم المصري. محمد صلاح. لكن بص شوف عبدالله. عبدالله عبدالله يا ولدي عبدالله. لكن كوكا يضيع فرصة كبيرة كبيرة كبيرة. في دقيقة تمنتاشر بعد التدخل. بص الكورة. بص المهارة محمد صلاح. وعبدالله السعيد عاملها جميلة جدا. ولكن التغطية الفدائية. من جانب اللعب ايطوبو. لان كوكا كاش رجله فيها يا راجل. حط وش رجلك. حط وش رجلك. وناخد ركلة ركنية. مع اول هجمة مرتدة ما ايه? في منتهى الخطورة. قادها محمد صلاح. ومررها عبدالله. وضيعها كوكا. لعبة الركنية على طول. الكورة القصيرة. من جانب عبدالله السعيد. كورات اللي بالمياس يا ولدي عبدالله. ملعوبة حلوة قوي. وترجع الكورة. تريزي جي. تريزي جي. المحاولة مصرية. تريزي جي. يعلق كورة عالية. ولكن قوية تريزي جي. وزبط يا تريزي جي. هجمة مصرية جميلة الحقيقة. اول ظهور للهجوم المصري مع انطلاق الصلاح. وتبريد عبدالله. وطباطه احمد حسن كوكا بقى في اللمسة الاخيرة. وجاله يطوبه وحش يطوبه. في اللقطة الماضية بقى بحماس الشباب. تدخل وخدت مصر الركنية. بعد فرصة هدف اول محقق. رغم السيطرة من جانب متخب ناجيريا. ولكن المتخب المصري هو من وصل اولا. ووصل بقوة وضعت فرصة محققة. ادي لمس على طول. يجعله. في اتجاه اللعب موزس سيمون. خطير. دايما يدخل في العمر. يا سلام. سلام عليك يا الشناوي. احمد الشناوي. ادي كورة من اللعب موزس. خطورة احمد موسى وخطورة موزس. شوف بقى اللعب اوديون ايه جعله? شوف هنا الاستلام. ادي عمر جابر. ما نسمش بقى المساحات دي. يعني المساحات دي مش بطلوبة. واللعب مميز جدا ودايما يلم ويدخل في العمق بقى سواء يعني موزس سيمون او احمد موسى ولكن هنا بقى الرجولة والاداء الرجولي وعشرين دقيقة حتى الان تعادل سلمي. الشناوي تصدى ليه? يعني اكثر من كورة الحقيقة وتعامل مع اكثر من كورة. اختارها كورة الماضية الشناوي. ايضا العرضيات الخطيرة بتاعت احمد موسى. خطأ على اللعب امامنا احمد حجاز. خطأ على حجاز. اوديون ايجاله. يعني اوديون ايجاله خطير اوديون ايجاله. جوليوس بيرجر. لعب في لن في النرويج. لعب في اودونيزي في ايطاليا لعب في غرناطا. ومع واتفورد مسجل اربعتاشر هدف. سجل اه هدف تآهل لواتفورد الى نصف نهائي مصابقة الاف اي كاب كأس انجلترا. هيواجه كريستال بالاس. في حين النصف النهائي الاخر. شوف امامنا هذه الهجمة. هذه امامنا الهجمات. بيرتون ينتظر الفائز من المان اه اه يونايتد ووست هام في الاف اي كاب. واتفورد. فريق اللعب اللي امامنا. هذه واتفورد. فريق من الفرق اللي يعني المميزة سجلوه اربعتاشر هدف في الدوري. اللعب اوديون ايجاله. اللي خد الخطأ. هذه امامنا كرات السابتة. خليبانا كرات السابتة. دايما يسدد اللعب اللي امامنا هو موزيس. موزيس سيمون. موزيس سيمون. تجدداته قوية. سدد منذ لحظات. هذه موزيس سيمون. لكن فيد فيد كرة على طول الى خارج الملعب من لعب نادي جانت في اللقطة الماضية. اللي قبلها من موز السمن قد خطيرة جدا الكرة اللي يعني تسددت من الجنب الشمال. يعمل توغلات. يدخل في العمق. لكن فرصة مصر الاقرب بالتسجيل ضيعها احمد حسن كوكا. ضيعها كوكا. كوكا ضيع فرصة كبيرة جدا. تسع اهداف. نسجلها في الدوري البرتغال احمد حسن كوكا. مع سبورتينج براجا. قديمة من ريو افي. واحد من ابناء النادي الاهلي اللي راحل الى ريو افي الفين واثناشر. وبع سبورتينج براجا الحقيقة بيمس القوة كبيرة الحقيقة في هذا الوصل. تعادوا المزال سلبي حتى الان. نخلنا على تين وعشرين ديئة. محمود حسن تريزيجي اوبي ميكالا في وسط الملعب. منتخب الناجيري. ليس بالمنتخب المرعب لكن يضم اسماء مميزة. ودي حمد طلبة والتحام قوي. حمد اللي النهاردة عنده مهمة صعبة امامنا حمد طلبة. انتقال كان من المقصة في ينار الفين وثلاثتاشر لنادي زمالك. استدعاء في اكتوبر لمباراة شاد لكن اصبح يشارك بقى انطلاقا باللقاءات السابقة المنتخب المصري اللي لعب وديا في يعني الفترة الماضية. فوز على جينيا الاستوائية اثنين لاشيق على ملاوي اثنين واحد على زنبيا ثلاثة لاشيق خسارة من الاردن. فوز على ليبيا. فوز على المنتخب الموركيني بهدفين. ودي امامنا التقطيع من جانب اللعب اوبابونة في اللقطة الماضية. اخر اللقاء ودي كان الفوز على الكاميرون للمنتخب الناجيري. بخلاف طبعا تصفيات الفين وثمانتاشر مصر خسرت من شاد وعوضت بفوز عريض اربعة لاشيق. اه اه سجل النني وعبدال للسعيد وكان سجل كوكا هدفين. في حين ناجيريا لعبة مع سوازيلاند. اللي التعادل السلبي ثم فوز بصعوبة. اه كان على سوازيلاند بقى في ثلاثفيات كأس العالم ان شاء الله روسيا الفين وثمانتاشر. ناجيريا طبعا خمس مشاركات في كأس العالم. ننسى الاداء المميز طبعا لنجوم ناجيريا. تيفين كيشي واوليسي وآآ ياكيا رشيد ياكيني وبابا جيدا. وامو كاشي وكوشا اه امونيكي وفيندي جورجي اسمها كتير الحقيقة. وضمن الجهاز الفني على فكرة امونيكي اللي فاز مع اه منتخب الناشئين بلقى كأس العالم للناشئين. خطأ على المنتخب المصري. حكم اللقاء جاني اه سيكونزي بيحتسب خطأ. دانيال بنت هو اللي هيديني اللقاء العودة ان شاء الله في بورج العرب. خطأ لصالح المنتخب الناجيري. تخب المصري مع كورة احمد حسن كوكا. كنا نتمنى يبقى في مدهومي بعدها. وادي امامنا رامي ربيعة استغرب الخطأ. شوف حكم اللقاء كورة كده غريبة بيحتسب اخطاء للمنتخب الناجيري. عايزين ننسى بقى شمحت التحكيم ونلعب ونركز ونقدي اداءنا ونقدم كورتنا في هذه المباراة. صعوبة اللقاء. نتيجة طبعا الظروف في الكورة القدم المصرية وعدم تآهل في نسخة الثلاثة الاخيرة. فوز ايضا اللي حدث لمنتخب تنزانيا على تشاد ودخل دائرة المنافسة. الشكوى بالارهاق نتيجة الصفر الاربعاء والتدريب يوم الخميس. والمباراة امامنا الجمعة وترحلت حتى المباراة اترحلت ساعة وبعدها الصفر مباشرة للمنتخب المصري ان شاء الله الى مطار برج العرب. كورات السبتة. شوف امامنا هنا موز السيمون. واحمد موسى والتعليمات. من طبعا خارج الخطوط من سامسون سياسيا. خمسة وعشرين دقيقة تعادل سلبي. حاولت المنتخب الناجين الكورات العالية. ومحاولة يعني ارباك الدفاعات المصرية. لكن حتى الان الشناوي اللي يقز مطلوبة. الشناوي الكورة عالية بعيدة اوي الى خارج الملعب. شوف الكورة ملعوبة اللي بيتوسط الجلوس ده نجم طبعا نجم نادي الارسل اللعب اليكس اويوبي. سجل سجل هدف جميل في مرمى اه نادي ايفرتون فوز الارسل كان بهدفين مقابل للشيء والباكو كان هو سجل. المرة دي اي طوبو اللي سدد الكورة البطلة. كورات السبتة. المرة دي من اي طوبو. لعب امامنا. لعب يملك امكانيات مبيزة جدا. كورة طول احمد الشناوي. ستة وعشرين دقيقة. في اه مدينة كدونا. امام يعني سيطرة من جانب من المنتخب الناجيني واحد وستين مقابل تسعة وتلاتين في المية للمنتخب المصري. العمق الدفاعي. الرامي ربيعة. ابراهيم صلاح لازم يقابل اي طوبو في الجنب الشمال. الى سيمون موزس. ولكن فدائية ورجولة من اللعب عمر جابر. مراضي يا عمر. عمر جابر غطى حلوة اوى عمر جابر. تغطية مهمة اوي. في مثل هذه المباريات. هذه امامنا هنا اللعب اي طوبو. على واسع تعال انت عاملها على واسع اوي. خلاص بقى مش كل كرة فاول. مش كل كرة. ادي امامنا اللعب اي طوبو. اللعب اي جيني كارو. ادي امامنا اللعب اي طوبو اي جيني كارو عشرين سنة. هو اللي بيلم هنا ده امامنا ده اللعب موز السيمون. ده موز السيمون هو اللي عمل الكرة الماضية دي اللي المروغة الماضية. موز السيمون وعمر جابر مباراة جانبية احمد موسى وحمد طلبة مباراة جانبية ونشوف بقى الادوار الدفاعية المهمة الحقيقة لابراهيم صلاح ومحمد النني واقايم امامنا اكتور كوبر وتعليمات للاعب المنتخب المسيح كرات العالية حمد صلاح حمد صلاح استانلي استانلي اه اموزي اموزي امامنا هول براحناكو بعد فطل غياب كبيرة لكن اللعب اتشي جيلي لعب نادي موناكو انضم متأخر حقيقا لعب الدرسون اتشي جيلي انضم متأخر عشان كده النهاردة بنشوف التشكيلة اللي عملها سامسون سياسيا في هذه المباراة عبداللهي عبداللهي في الجنب اليمين عبداللهي كورات اللي بيحاولوا من خلالها المنتخب الناجيري عن طريق القائد امامنا هو بميكال فيرجع الى امروز امروز تلب بطولات دوري مع السلتك وكأس ومرة كأس الرابطة اللي امامنا هنا واحد من اللعبين المميزين اللعب امروز على طول يتدخل حمد طلبة مهمة اوي النهاردة الادوار الدفاعية مهمة اوي الالتزام والانضباط واللعبة على الهجمة المرتدة لكن المساحات دي مش عايزينها بقى في وسط المرعب قال لي امامنا راجع امامنا محمد صلاح يبدأ الهجوم المصري احمد حسن كوكا عمر جامل التزام ابراهيم صلاح والدني من ادوار الدفاعية لازم يكون الالتزام صارم جدا حمد النني بيتقدم لازم يكون يعني ايه في العنق مع ابراهيم صلاح الجنب على الشمال امامنا وجنب الشمال بيشتغل لعب موز سيمون استانلي يتقدم استانلي اموزي كرات العالية حمد طلبة اللي بيرحل دايما بيغطي حلوة او برافة حمد ده الدور اللي المكلب فيه حمد اطول بضغط انه يرحل ويبقى سر دباك تالت مع احمد حجازي وبعرامة ربيعة عشان الزيادة العددية اللي ممكن تأتي من كيلينشي ايناتشو وممكن طبعا احمد موسى او اه سيمون موزيس يدخله في العمق مع ايجاله وبيكمل معهم اللعب ايه توبو كمان رقم اربعة ابو ابونا وسط الملعب ايه توبو ايه توبو ابرز لعب حتى الان امام له اللعب اه موزيس سيمون ولكن خطأ لصالح سيمون موزيس او بيكمل وسط الملعب يلعب في نادي جنت امراهيم صلاح كورة طوقنا على طول محمود حسن تريزيجيل مين اللي قرب مين اللي قرب ادي تريزيجيل تحرك له امامنا صلاح يلعب لصلاح يا راجل حط الصلاح استلم يا صلاح لكن ما جاتش امامه كورة اللي بقى اللي بيعتمد عليها المنتخب المصر توفيق محمد صلاح النهار ده اعتقد هيكون لدور مهم جدا لكن مش عايزين نعتمد على صلاح لوحده يعني شفنا زكاء صلاح في الهجمة المسالية المصرية اللي اتعاملت ازاي لعب الكورة لعبدالله السعيد وكان عبدالله الحقيقة بقى يعني عند حص الظلنة حطها جميلة جدا لكوكا اللي تأخر كوكا فيها جزء من ثانية وكان طبعا التحام قوي من جانب اللعب ايه توبو وضعت فرصة الهدف الاول للمنتخب المصري كان في توقيت مثالي في الديا 18 امروز عمامنا هدوء نيجيري مصر تحاول استياد نصور نيجيريا عقبة نيجيريا النتيجة الايجابية النهاردة اكيد يعني احد المتطلبات الهمة تأخير موعد اللقاء عشان المسي التلفزيون اختبار صعب لكل من مصر وايضا لمتخد نيجيريا كرات الامامية كرات العالية عمر جابر وموزيس ولكن على طول موزيس يطلع الكورة لخارج البعض على فكرة مدينة كادونا اللي فيها المباراة المدينة اللي تنع منها بابا جيدا نيجم رودا نيجم ايكس لعب في التحاد جدا السعودي لعب تجانب بابا جيدا وايضا ايضا ايضا خرج من هذه المدينة بابا يارو ظهير الايصر لنادي اندرلخت لتشيلسي وايضا لعب في نادي نيو كاسل كل دي اسماء من الاسماء طبعا اللي فازت بالزهبية اولمبياد 96 كانوا ايضا لعبوا في كاسل عالم 94 و98 ادي امامنا هنا على طول وسط الملعب تخب الناجيري وسط الملعب التحضير احمد موسى يدخل مراري في العمق لازم حد يقابل امامنا احمد موسى لكن هنا بقى ايه احمد موسى الزحلة اتردد في التمرير ولا يحتفظ بالنفسه بالكورة عشان كده يا ولد اعتفوية محمد صلاح محمد صلاح التوقيع المصري في ادي المباراة هل يكون من محمد صلاح ادي امامنا كل كورة يوقع عليها صلاح يبقى فيها خطورة على طول كورة لمحمد الندي تعليمات بالاعتفاص بالكورة ادي ابراهيم صلاح ابراهيم صلاح تحرك بدون كورة مهمة اوي احمد حسن كوكا مروع المحسن محطة برضو مهمة اوي ممكن يلعب عنده دور مهمة اوي لو شارك مروع المحسن اللعب المتعلق مع ندي الاسماعيلي اللي عنده قدرة على الاحتفاظ بالكورة احمد حسن كوكا من الناس اللي بتجري من الناس اللي التنطلب لكن مروع المحسن من الناس اللي تحتفظ بالكورة بقول لحضراتكم محمد الشناي وحزر بيتروجيت موجود رمضان صبحي موجود احمد ديودار موجود صبر رحيل موجود مروان محسن حسام غالي وطرق حامد دولة البودلاء السابعة في منتخبات ودي العملاق استلي اوموزي عنده عشرين سنة المباراة اللي يعني طبعا النهاردة بيواجه النجم الكبير محمد صلاح حمد اطلبة يلعب كورة امامية لكن على طول قاطع امروز مرة تانية رمي ربيع حاجات بقى اللي بتتشال عالجنب دي صاحة مية في المية قادي رمي ربيعة كورات المدافعين اللي تتشال عالجنب دي مهمة جدا رغم ان كورة يعني مش على حدود منتقة جزاق دي في المنتصر في الملعب تاخب الناجيري بيلعب بثقة بيلعب بهدوء حاول انه يكون يعني صاحب الكلمة العليا لكن حتى الان بيواجه تنظيم مصري جيد بيواجه اداء مصري يعني بلغة الكورة كده زهق المنتخب الناجيري في التحضير والوصول رغم المحاولات من احمد موسى ومن فيكتور موزيس لكن كورة وحيدة مصرية كانت حقيقية الكورة اللي كانت اضعها احمد حسن كوكا بعد الهجمة اللي قدها محمد صلاح وعبدالله السعيد حمد طلبة رمي التباس هكتور كوبر بقى بيتكلم على التحرك هنا عايز عايز حد مين اللي قرب زيع الكوبر في اللقطة الباضية هكتور كوبر والتعليمات المستمرة للاعب المنتخب المصري اختبار جهد النهاردة لهكتور كوبر اختبار مهم لهكتور كوبر مع كورة القلب المصرية اللي عندها رغبة وطموح كبير في العودة للمحافل الدولية والبطولة المفضلة كوكا قادي امامنا النيني ضغط المصر الناجح المساحات في قسط الملعب عبدالله السعيد عبدالله ويعمل هجبة حلوة لتريزي جيه تريزي جيه ولكن امامنا هو تريزي جيه كورة ايه ربينه لكن يجيبها مرة تانية وياخد رامي التباسي السراعات اللي ممكن يعني نشوفها في المباراة يعني رمضان عنده سراعات عنده اطلاقات طبعا اكيد غياب مصطفى فاتحي واحد من افضل اللاعبين ادي الكورة لكن تريزي جيه حتى الان يحاول ادي امامنا محمود حسن تريزي جيه الخيار اللي كان وضعه هكتور كوبر النهاردة في اللقاء هجمة حلوة عبدالله السعيد حتى الان يعني تمريراته المميزة جدا حتى هذه اللحظة دوره بيلعبوا على اكبر الواجه احمد حسن كوكا يصلح كورة بالضغط المصري ادي امامنا التريزي جيه لكن على طول عبدالله عبدالله يونيو ماديرا بيلعب في البرتغال عبدالله الى خارج بالعب كورة لفت الى رامي التماس 22 مشاركة لمنتخب مصر في بطولات الامم الافريخية نسخة رقم 30 القادمة ان شاء الله في الجابون ولم يبتماس ناجيري 17 مشاركة ويجبوا اللقب 80 وعام 94 وعام 2013 لم يحلفهم الحظ اربع مرات في النهاية امام الكاميرون 84 و88 وايدل عام 2000 وايضا اللقب اللي كان للجزائر كان في عام 90 لحساب منتخب ناجيري بقى عندما خسروا النهاية امام الجزائر في عام 90 كورة ترجع على طول حولها من جانب عمر جابل حمد صلاح عبدالله السعيد عبدالله لعمر جابل عمر جابل يضغط ابامنا على ستالي ستالي اموزي اللي واضح حتى الان بعيد عن المشاركات ستالي اموزي رغب انه هو لعبين الصغار عنده اصابه والدفع بين نهاردة راهن عليه في لقاء اليوم سياسي على طول يشيلها ويطلع حال خارج متخب المصري حتى الان بعد خمس عددين دي اعتقد نجح من خلال الاداء الرجولي والتركيز والالتزام لكن يبقى بقى الاداء الهجومي لان المتخب الناجيري فيه صغرات في طرفي الملعب وفي عمق وسلملعب ايضا ادوار الهجومية اللي عندي كليتشي ايناتشو عندي ايطوبو فبيبقى اوبي بيكين وحيدا في وسلملعب تمرير عطول مقطوعة كرة بتاعت محمد النني محمد النني الدهوط كبيرة برضو على لعابلنا المحترفين صحيح النني وصلاح بيقدموا اداء مبايز جدا في اللقاءات الاخيرة مع روما ومع نادي الارصل وايضا كوكا ولكن المتخب المصري بقى الجماهير بتترقب بتنتظر بتدع امالها وتموحاتها على النجوم في مباراة اليوم استلم على طول امروز متخب الناجيري بطيء في التحضير ده بيساعدنا على الارتداد والتكتل الدفاعي لكن عايزين نقلل الاخطاء اللي حول منطقة الجزاء لانه مميزين هما في كرات السبتة هدي امامنا الكرة عطول من عبدالله صراع الكرات العالية عمر جابر التغطية الدفاعية يشيل عمر جابر محمد صلاح يرجع عطول عمر محمد صلاح حتى الان برضو بيلعب دور مهم جدا انه يكون الرئة للمنتخب المصري الرئة اللي بناخد من خلالها بقى النفس لان المنتخب الناجيري يحتفظ بالكرة بيمرر كتير منتخب الناجيري اوبوبونا يرجع عطول الى حارس كارل ايكمي حارس مقول لها حتركه في نادي وولفر هامتون شفنا بيتر رفاي في حارسة المرمى بالسانت انياما كلم معاه سياسية للانضمام للمنتخب الحارس بالسانت انياما لكن يعني هو فضل انه ما ينضمش في الفترة الحالية وسط الملعب ايتوبو يرجع عطول الى اللعب جودافري اوبوبونا في جنب الشمال الخطير امام له اللعب موزي السيمون موزي السيمون وعمر جابب وكليتشي ايناتشو هتو خط خطيرة لكن يا ولد يا ولد يا حجازي يا ولد يا حجازي صحيح حجازي في اللقطة دي التبك لكن على طول بقى الحل الحل في اللقطة دي احمد حجازي رمي ربيعة عليهم ابن جبير النهاردة في هذه الكرة فكر يستلم ويروح لكن اختار ايه اثر السلامة اختار مبدأ السلامة وطلع الكرة الى ركلة ركنية لصالح المنتخب الناجيني رقم تلاتة كرات العالية يا ولد يا حجازي لكن يمشيه على جنب لمس حلو او بتريزي جيه المحطة بقى الهجومية محمد صلاح صلاح قادي استلام صلاح يلعب كرة امامية لتريزي جيه وروح يا راجل روح على امروز روح على امروز امامنا لكن على طول امروز يرجحها هدي المحطة الهجومية من خلال صلاح وكوكا وتريزي جيه والتمويل من جانب عبدالله السعيد يرجع عبدالله مني مع ابراهيم صلاح مع عبدالله السعيد تلاتة الف وسط الملعب كل لعب عليه ادوار تمريرة امامية تصل على طول لاحمد الشناء المنتخب الناجيني نتيجة تغيير الاجهزة الفنية وايضا تغيير في اللاعبين في اللقاءات الاخيرة واختيارات اللاعبين ده بيأسرع التجانب الصحيح موجود لعب المان سيتي كليتشي ايناتشو موجود ايضا اللاعب احمد موسى لعب النجم في نادي سياسكا بوسكو موجود الخطير موسيس لعب نادي جانت موجود ايضا ايجاله لعب نادي واتفورد والقائد اوبي ميكال لعب نادي تشيلسي لكن حتى الان الجماعية مش موجودة ده المنتخب الناجيني حس الشغل فردي اكتر من جانب لعب المنتخب الناجيني احنا بقى الجماعية لازم تزداد واستغلال الهجمات المرتدة لازم يعني تكون حاسمة فيها الكرات اللي بتأتي للمهاجمين المصريين حتى هدي اللحظة وان كانت هي الكرة الاختر كورة كوكا هي كرة واحدة عادي عشان برضو هيقول لك سبب بالغ لكن حتى الان التزام امام المنتخب الناجيني ليس في افضل حالاته ودي فرصة صحيح المنتخب المصري يعني في مرحلة انتقالية مع جهاز فني من اه الارجنتيني يوكتر كوبر وجهازه المعاون لكن الحق يعني بيمزوله مجهود كبير ادي امامنا ايطوبو ولا حضرتكم شغل الفردي يضغى على الاداء الناجيني في الشوت الاول خطورة من احمد موسى كرة عرضية لكن بتلعبت لمين يطلع الشناوي محاولات اه مودي السيمون اللي بيحاول يختارك ايضا ولكن ايضا تصدى لاختر كرة الشناوي في الديئة كانت تسعتاشر ومحاولات ايطوبو بقى والكرات السبتة التي لم تستغل والصمت امامنا يخيم هنا على ملعب كدونا حتى الان كورة عالية على طول كوكا يلمس كوكا عبدالله اوبي ميكال يحضروا ببطيء قوي لمنتخب الناجين وكورة امامية على طول شيل احمد حجازي محمود حسن تريزيجي اوبي ميكال احمد موسى دفعة على حمد طلبة لكن صفارة مستعجلة او من حكم اللي قال يعني بيدي الفاول من نية كده لما لقى طلبة مندفع ادي الفاول على طول ادي الهجمة ايجاله لا احمد موسى الجنب اليمين احمد موسى يلف الكورة على طول تغطية من عمر جابر عمر يا ولد يا عمر يا سلام على الاستلام لي ممكن يشتت لكن عمل هاكمة عمر جابر بواجه القدم الخارجة العب يا عمر ببطل رجلك العب ببطل رجلك وضمنها وامنها ارض الملعب مش عايزة وش الرجلة ارض الملعب لكن هاكمة لم تكتمل شق الهجوم المصري ما اكتملش بالشكل المناسب ادي التزديد البعيد وتزديدة قوية لكن هنا بقى تدخل في اللقطة الماضية دايقا عبدالله السعيد وقابله في ادفاع الدفاع المصري توصل سهلا لي ايش النوع? حتى الان نجاح مصري في هذا الاسلوب لكن اللي مساعدنا على هذا الاسلوب وهذا الاداء البطء الناجيري والشق الهجومي كله فردي ما فيهوش الاداء الجماعي ما بيعملوش ربط مع بعضهم سواء موسى ولا ايجاله ولا موثس لان اللاعبين الجمعه قبل المباراة بيعني بثلاثة ايام فقط واللي جاله نزمة معاوية واللي تعم لكن امامنا واحد واربعين دقيقة ملعب كدونت عدل سلمي بين اه منتخب ناجيريا ومنتخب مصر تصفيرات المؤهلة امور افريقيا الجامونة الفين وسبعتاشر اوبي ميكال في الجنب اليمين عبداللهي تحضير من جنب المنتخب الناجيري ودفاع المنطقة القوي من جنب المنتخب المصري كوكا بيرجع يبقى صلاح اللي بيضغط ادي صلاح تصل الى اوبي ميكال اوبي ميكال عبدالله السعيد القاعد ورافو عبدالله عبدالله السعيد بقول لها حضرانكم عامل اداء مميز جدا في مباراة اليوم واحد من نجوم في اللقاء هادي التمرير ايطوبو يا والد عالتغطية رامي ربيع هارضة رامي ايضا ما شاء الله يقز كبيرة جدا في كل الكرات اللي وصلت للرامي ربيع تقلق في الشوت الاول رغم الغيابات عن التشكيل المصرية ولكن منتخب المصري بمنحضر النهاردة الحقيقة يعني من فترة ما شفناش عندنا منتخب في عناصر وفي بدائل وفي لعبين وحتى اللي خرجوا من القايمة النهاردة فيها فيهم نجوم مؤمن وعلي جبر وحازم وعمر جمال وايمن حفني وعمر وردة كله دي لعبين مميزين اي واحد فيهم مؤهل ان يكون مش بس بديل يكون اساسي في ملعب اللقاء ويجاني سيكوزي يعني على طول بقى حب الصفارة هاوي سيكوزي هادي ابراهيم صلاح اخطاء يحاولوا الحصول عليها المنتخب النيجيري احمد موسى 23 سنة عنده 57 لقاء شف في الجبور النيجيري في اعلى اضواء الكشفة في الملعب اضواء الكشفة فوق النتيجة الالكترونية في الابراج الخاصة بالكاميرات وخطأ لصلاح احمد موسى 43 ديئة المنتخب المصري يريد الخروج بهذا التعادل السلبي في شوط المرات الاول مع بعض الكرات السبتة الخطيرة للمنتخب النيجيري او بمكان الكرات العالية تتشال على جنب الكرة العرضية يحجازي يا ولد يحجازي يطلع كرة خطيرة جدا احمد موسى شوف الدور اللي عام له يا ولد ابراهيم ابراهيم صلاح بقى لكن عايزين الهاجمة دي لحد عايزين الكرة دي ما تتطفلش تطلع لحد حاولات المنتخب الناجيري رامي التمس كرات الادوار الدفاعية حتى الان مميز لكن محتاج دعم محمد صلاح من كوكا اكتر من تريزي جي اكتر عبدالله السعيد عمل اللي عليه وقدى اداء مميز جدا رامي التمس طويلة شوف الجباهين فوق اللوحة الالكترونية ادي ايه ادي احمد موسى رامي التمس طويلة الكرات العالية هنا يتعامل معها وتغطيها عمر جامر يشيل على طول يشيل عمر احمد حسن كوكا نازم يضغط اكتر من كده امروز الكرات العالية العمق الدفاعي يشيل احمد حجازي مرة تانية امروز شوف هنا محمد صلاح بس اي حد اي حد يستلم هيجري صلاح وتبقى ايه الامور يعني كما نريد يصير في الامور امور من محمد صلاح ومن اي لعب مصري يتمنى ان شاء الله شوط الاول حتى الان تعادل سلبي وبرطل ان شاء الله الجولة الرابعة في برج العرب استاد الجيش المصري الدرع والواقي لبلدنا العزيزة ادي امامنا هنا الكرات اللي بيحاول من خلالها المنتخب المصري هجوبيا يحتاج الى تطور في الاداء قطع ادي احمد حجازي جاني سيكوزي امامنا الحكم الزنبي شوف يعني مباراة كبيرة حتى الان ادي حجازي قوة قوي جدا اوديون ايجاله ايجاله قوي جدا رمي التماس لصالح المنتخب الناجيري شوط الاول اقترب من نهايته اقترب من الوصول الى التعادل السلبي حتى الان ضيعنا اخطر كورة واهم كورة من احمد حسن كوكا في الشوط الاول اخطر كورة في المجرات اللقاء اجمالا دخب الناجيري احتفاظ بالكورة وطورته ظهرت من خلال موزيس ولكن عمر جابب نجح في التعامل مع موزيس ادي امامنا كليتشي ايناتشو واشي الناوي يتعلق لعم المان سيتي اللي سجل في مباريات الدوري الانجليزي ثلاث اهداف في كريستل وسوانزي وفي مرمى توتر هام وسجل ايضا في في مرمى هاتريك في مرمى هاستون بيلا وفي مرمى نوريتش وسجل في كابيتل وان اللي فوزه به المان سيتي سدد كورة الشيناوي انقذها الكورات العالية يشيل امامنا كورة خطيرة جدا كورة خطيرة جدا المنتخب المصري نجح فيه يعني فرض اسلوب لعبه تخب الناجيري ظهرت خطورته من خلال تزديدات البعيدة سواء من ايطوبو او من اللعب موزس واخيرا الكورة الخطيرة من كيلينشي ايناتشو وديها وقت بضل ضائع والشناوي احد نجوم هادا الشوت رمي التباس احمد موسى الكورات العالية يشيل على طول خطرة جدا المزدوجة خلفية وووو يضيع اول كورة اللي يجعله الكورات اللي داخل منطقة الجزائر لازم الكورات دي تتشال على جن فرصة ضائعة المتخب الناجيري طوال الخمسة واربعين دي اما هدتش المرمى المصري بهذه الكيفية ودي امامنا المزدوجة خلفية من عبدالله ويستدها في الطريق كده ببهارة اللعب يجعله وضيع الفرصة الكبيرة للمتخب الناجيري بعدما انقذ الشناوي كورة اللعب كيلينشي المسددة من خارج منطقة الجزاء وكاد ان يسجل المتخب الناجيري في هذا الشوت الاول اللي بيجمع ما بين مصر وناجيريا ومازلنا حتى الان مع التعادل السلبي اللي يفرد نفسه في هذه الكيفية وبهذه الطريقة الدفاع المصري تعامل مع كل الكرات بنجاح والهجم المصري اللي اضحها كوكا كانت كفيلة بتقدم مصر ولكن الشناوي تدخل امام موزس وامام كيلينشي واضاع يجعله اخر الكرات اذا التعادل السلبي في كدونا ما بين ناجيريا ومصر اقل الكلمة للزميل احمد فوت في اكثر من كورة عرضية او التصدي للزدتين الخطيرتين لللعب موزس اللي سادت كورة كان خطيرة انقذها الشناوي في الديئة 19 وكورة ايضا من اللعب كيلينشي في ديئة 45 واطاح اللعب يجعله فرصة خطيرة جدا في الديئة الاخيرة ديئة وقت بدل الضائعة فرصة مصرية عدم استغلال بقى المساحات في البطء لدى الدفاع المتخب الناجيري ادي امامنا هنا سياسية في اللقطة دي والمساعدين موجودين معا منهم طبعا امونيكي يجلس ادي حاكم اللقاء جالي سيكونزي والشهود التاني ينطلق منتخب ناجيريا على يمين الشاشة منتخب مصر على اليسار والمحاولات بقى شهود التاني بقى ان شاء الله الالاء المصري يستمر بتميز وايضا بقى نستغل الفرص ونستغل الهجمات بشكل افضل والمتداد بشكل افضل في ظل يعني عدم ظهور المتخب الناجيري بالشكل المخيف احترام الزائد للمنافس لكن معا يعني احترام الاداء المصري لان اداء كان فيه عدم مغامرة وعدم مجاسفة والتبديلات يعني المنتظرة بقى نشوف بقى انتلاقت الشهود التاني هذه الدقيقة الاولى من الشهود التاني الكيمي في حراس المرمى المنتخب الناجيري اه عبداللهي وابا بونا بالاضافة لامروز واللعب اموزي في الدفاع وسط الملعب اومي ميكيل وايتوم واكيليتيا اه في الامام احمد موسى وموزيس وايجانو هذه امامنا المحطة المصرية محمد صلاح ودور بقى موزيس سيمون في اللقطة الماضية شنناه في حراسة المربى ممتخب مصر عمر جامل رامي ربيع عمد عجازي حمد طلبة وسط الملعب عبدالله السعيد وامامهم محمود حسن تلزيجي محمد صلاح واحمد حسن كوك خطأ لصالح المنتخب المصري شوط الاول خطوط المنتخب الناجيري في كرات السابتة هادي امامنا هنا سامسون سياسيا سامسون سياسيا لعب لنادي الهلال السعودي امامنا هو سامسون سياسيا تمانية واربعين سنة هادي امامنا الاستلامة لطول جاد بقى محمد النني كليلشي ايناتشو صد الكورة خطيرة تغطية الدفاعية لطول يخلص الموقف الصعب لعب رامي ربيعة عمر جابر ترجع مرة تانية للنني تفاص بالكورة من لعب المنتخب المصري هادي احمد حسن كوك لمحمد صلاح لكوك كوك عايزي عدي وتدخل قوي تدخل قوي هنا من جانب اللعب بوبوبونا اللي بينعب فريزي سبور بينعب فيه طبعا تركيا هادي امامنا اللعب جدافي بوبوبونا لعب بوبوبونا لعب قوي رقم خمسة وعشرين خطأ لصالح المنتخب المصري سيمون راجع عمامنا هو مودي سيمون كورات الامامية ايطوبو شالكورة خطيرة من امام كوك احمد حجازي حجازي رامي ربيع تسيب الكورة تطلع الى رامي التمس لخب المصري يا ريت نستمر على نفس منولي الادا هادي الكورة من رامي ويختفه خطير 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 ايجاله خطير ايجاله خطير في اللقطة الماضية هادي ايجاله رمي التمس حجازي اخطأ في ابعاد الكورة رمي التمس بلمسها رامي وفي حراسة حجازي ايجاله امامنا هو الخطير لعب وادفورد لعب الهوردنس اللي كان ممكن يسجل في اخر رحضات شوت الاول وكان ممكن يسجل في هادي الكورة اللي يقظر اتمنى تستمر خطفه حلوة اول شوف امامنا هو رمي ربيعة وقرار ايجاله وخطفه صعبة صعبة الشناوي مع الكورة لكن لو في الجلجل فرصة هدف وحقق بضيعة من المتخب الناجيني وسط الملعب ايطوبو مرة تانية متخب الناجيني احمد موسى احمد موسى الى عبد الله عبد الله يا متخب الناجيني بدأ شوت التاني كده بحماس لابد ان ننجح بقى فيه ايقاف هذا الحماس ننجح في الوصول بهجمة مرتدة عمر جابر عمر جابر وحكم اللقاء يدي ايه خطف في خطف الجماهير على فكرة الجماهير اللي خلف دكة الجدلاء يعني امام المقصورة لملعب اللقاء ملعب احمد يبقى له الجماهير نزلت عرض الملعب جماهير اللي الكاميرا مش مبينة لان من الشوتين شفتها اعداد كبيرة الحقيقة دخلت الى ملعب اللقاء تنظيم واكيد الكل مترقب هادي المباراة الجماهير هنا في كادونا في الشمال الغرب لنجيريا احمد موسى الخطير ابراهيم صلاح عبد المباراة كبيرة او ابراهيم صلاح لازم نسلم بقى الكورة بشكل افضل تريزي جي في غار اللعب اتجاه صلاح صلاح وبعاء على طول اللعب اموزي عمر جابر الى محمد صلاح هنا بقى استغلال صلاح السلام من صلاح كورة الى محمد صلاح مرة تانية ترجع الكورة عمر جابر انتخب المصري حاول يحتفظ بالكورة يحاول يمرر كرات الامامية من نصيب المدافعين ادي امامنا لعب اوبوبونا لعب اوبوبونا لعب قوي جدا في الدفاع لكن هنلاحظ البطء اللي عند امبروزي او اللي عنده اوبوبونا وما ننساش استنلي اموزي ودي امامنا عبدالله ارض الملعب صلبة جدا ارض الملعب نحس كده الارض صعبة شوط الاول للمنتخب المصري يقدم اداء مميز جدا في النواحة الدفاعية ونتمنى كوك على فكرة وصل الى نهاية كأس البرتغال الى ربع نهاية الدورة اوروبي ودي امامنا خطورة اللعب كليتشي ايناتشو خطرة جدا ولد يا رامي رامي ربيع عامل مباراة كبيرة جدا رامي ربيع عمر جابر عبدالله سعيد اللعبين اللي باديين والشناوي عاملين مباراة كبيرة ركنية رقم خمسة في اللقاء هيلعبها اللعب موزس سيمون كرات السابتة احد مصادر لخطورة لدى المنتخب الناجيري كرات السابتة بتشكل خطورة كبيرة ادي امامنا هنا منتابع اللعب موزس يلعب كرة عالية ولكن على طول رأسية يقابل يقابل هنا ادي تريزي جيل ادوار الدفاعية محمود حسن تريزي جيل لعب اندل دخس البلجيكي يطلع الكرة الى خارج الملعب الرباع النهاردة المحترف يعني ازا قلت انا صلاح وكوكا والنيني وايضا اللعب اللي امامنا الخمسة المحترفين لكن النهاردة عمر واردة ليس في القائمة للعبين المدلاء ولا ايضا في الاساسية لناتولياكوس الفريق اليوناني لعب الاهلي لعب انتحاد السكنداري اللي بدأ في سبورتينج ونجل الكابتن الكبير كابتن متحة واردة واحد من المواهب المصرية شو الله نتمنى نهاردة الاسماء اللي موجودة اللي بتشارك اختيارات هيكتور كوبر واسامة نبيه في مباراة اليوم احمد الشناوي حارس المرمى المتعلق النهاردة في لقاء اليوم كور على طول من كوكا جايب هدف مع ريو ابي وتسع اهداف في الدور المرتغالي مع سبورتين براجا وتلات اهداف في الدور الوروبي وهدف كان سجله في كأس الدوري المرتغالي ادي السمام على طول على طريق محمد النيني 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 هدف في مربا برشلون والتلاقى حلوة اوه محمد صلاح ناجم روما صلاح صلاح عايز يراوخ امامنا لكن ايه نجح صلاح في اللقطة الماضية ادي حسام غالي ومروان محسن والاسماء اللي ضمن البودلاء اللي ممكن نراها ورمضان صبحي تلات اسماء ممكن نراها ولكن هي ركنية تانية في اللقاء لصالح المنتخب الوطن المصر سبع دقائق الشوت التانية ومازلنا معه نتيجة التعادل السلم هي جول هي جول يا راجل هي جول يا راجل ادي امامنا كورة امامنا من رامي وتريزي جي ولكن الحارس ايه كامل كورة خطرة جدا ركنية من صلاح وراح عليها اتنين راح عليها راح عليها رامي ربيعة وتريزي جي اللي اتنين لغبطه بعد شوف امامنا هنا ايه هي رايحة دعني ادي تريزي جي خلى رامي ما شافش الكورة شوف رامي ياه 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 على التوقيت ولقاها طبعا لحارس كارلي يكيمي حارس ماربالوس شوف هنا الكورة دي شوفوا الكورة دي يعني تريزي جي ارتفع ولكن فرصة كميلة جدا للمنتخب المصر تريزي جي ورامي في الرأسية اللي عدت من الاتنين كورة خطيرة جدا في الديها 53 ركنية من صلاح هدي امامنا اوبي ميكال نور مهمة اول عبدالله السعيد في ايقاف بدأ الهجبة عن طريق اوبي ميكال لعب نادي تشيلسي اللي بيلعب مع المتخب الاول من عام 2005 من لقاء ليبيا لما لعب اول مباراته قادة بالداجرية مثلنا نجوم كبار زي ما قلنا بابا يار وفندي والوال وسياسيا وقوبينة وليسي وما ننساش طبعا النجوم الاكثر بريقة الرشيد ياكيني وطبعا اوكوشا وامو كاتشي والنجم الكبير اللعب ايمنوي لي مونيكي هدي امامنا استلام لكن عمر جابر غطى عمر يا ولد يا عمر يا ولد يا عمر هدي المباراة الجانبية ما بين عمر جابر وما بين اللعب الخطير اللعب موزيس سيمون مرتانيا كريتش ايناتشو ولحد راكم جوم واسماء لكن فرديا عليين جماهيا مش عليين تخب الناجيري عمر جابر والتعامل مع اللعب المميز موزيس سيمون وده لأ مصر لو مذكر بيهم شناوي ورمضان واحمد نويدار وصبر رحين ومروام محسن وحسان غالي وترق حمد هدي التلقى محمد صلاح تقطع الكورة أمامنا بداء الهجمة اوبي ميكال اوبي ميكال الى موسس وسط ملعب المنتخب الناجيري تخب المصر الالتزام والدفاع بتسع لعبين يمكن امامنا اوبي تمال لعبين لان صلاح وكوكا قدام هتوخد لك قطع حلوة او احجازي لازم تطلع بقى الهجمة الواحد طلع الواحد طلع عدي عدي احجازي مرر الكور هنا بقى نقطة السلبية اللي عندنا في المنتخب المصري هي بناء الهجمة السريع اللي نستغل فيه بقى صلاح واحجازي كان في الكورة دي متقدم لكن على طول نجعي ابراهيم صلاح هادي لمس عبدالله السعيد دور عبدالله مهمة او في هادي الكورة هل ممكن نشوف رمضان صبح بقى باستلامه وبانطلاقاته ودي خطر جدا اللي جاي بالعوق احمد موسى القادم من الخلف احمد موسى احمد موسى الكورة الماضية بقى اللي بيحاولوا ايجاد حلول ولكن الشناوي حتى الان مع كل كورة ما شاء الله مبارك بي احمد شناوي احمد موسى 11 هدم داولي امامنا هن شوف امامنا عملت حلوة اولا بين احمد موسى وما بين اللعب ايجاله زيادة اللي بتأتي سيمون موسى عمر جابل اللي نجح تماما احد نجوم اللقاء يضغط عبدالله على اوبي ميكال استلام من ايطوبو ايطوبو ادي اللعبة بدأوا يلعبوا في العمق الى موسى دخل احمد موسى في العمق موسى لكن على طول السطارة هنا اللي واضحة ابراهيم صلاح ادي محمد صلاح الى كوكا جرية راجل جرية صلاح هنا بقى فرق السرعة صلاح وانطلاقة ولكن على طول المرة دي بقى امروزي على طول يطلع الكورة الى خارج من العمق لو استغلنا النقطة دي ممكن نصل إلى مرمى المنتخب الناجيري ونسجل ولكن محمد صلاح في الكورات اللي جات له اغلبها مش مريحة يعني جايله تحت ضغط كورة اللي اتعامل الصحة اللي انطلق بيها واللي عملها لعبدالله السعيد وعبدالله عملها لكوكا وكوكا كان بقى يعني بطي شوية او جات له سيارة شوية من عبدالله وتدخل معاه اللعب يطوبه وضعت الفرصة رمي التمس ما نساش ركنية بتاعت صلاح اللي كانت على رأس تريزي جي وعلى رأس رامي ربيعة وضعت الفرصة في الديئة كان 53 فرصة خطيرة اول كانت لجيجاله وايضا فرصة لأحمد موسى ادي امامنا صلاح وسط الحصار حمد صلاح ياخد ركلة ركنية استغلال الرهبة اللي عند المنتخب الناجيري والخف من عبد الحمد صلاح وستان اللي اموتي ده يلعب في قولنانس يعني تحس كده تقيل ركنية للمنتخب المصري تلات ركنيات لمص خمسة لناجيريا تعادل سلبي هنا في طبعا كادونا في ناجيريا لقاء العودة بعد اربع ايام دي محمد صلاح لكن بعيد ا hiç صلاح تصل الى محمد النيني النيني لعبها طويلة 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 الكرة دي لو زبطت لو زبطت من محمد النيني الدفاع النايجيري كده من الكرة اللي بتأتي المصر بنتوضح ان في صغره دفاعية في بط في الاداة حتى في النواحي الدفاعية اللي عبي بس الملعب شوف حضراتكم الكرة اللي امامنا هنا ايه اللي تلعبت في اتجاه كوكا ولكن طويلة على كوكا كرة منين طويلة على كوكا. استمرار نفس من والي الاداء. ولكن منتخب ناجيريا بدأ يلعب على العمق. بدأ يحاول من العمق. عبدالله السعيد. كرة قوية اول ابراهيم صلاح. يلعب كرة على الارض. هادي التحرك المرد. امي ميكال. تدي يقابل على طول. وضع التعليمات واضحة. الالتزام الدفاع المصري مميز جدا لله. الاداء اللي بيقدم حتى الان مقفلين. حقيقة بشكل رائع جدا حتى الان في المبارد. عاملين اداء مميز جدا. ورغم كده ايجاله. كده ان يسجل بكرة خلفية. من خلال رابي التماسل. وحطاها الحقيقة لك مرت بجورة قائم الشبال. وايضا كرة احمد موسى اللي افتارها. ادي مرور على طول. احمد موسى. ايه طوبو? على حدود مطقة الجزاء. مش عايزين نتلاجع كتير للخلف. ودي التزديدة بالراجل صاحبنا. استانلي اموزي. ويلعبها فين? يلعبها فين اموزي بعيدة اهوي. الى خالج الملعب. بالوقت كده الجمهور يبتدي يشعر بان المنتخب الناجيري ما بيقديش. هادي امامنا الكرات اللي بيحاولوا من خلالها. وكرة من اموزي بعيدة اهوي اموزي. استانلي اموزي اللي بيشارك النهاردة في هذه المباراة. الجمهور اللي بيتابع والحاضرين واللي بيشاهدوا هذه المباراة. ونشوف بقى الامور يعني كيف ستصير في هذه المجموعة. تلتاشر مجموعة بيصعد تلتاشر اوائل زائد احسن اتنين تواني. منهم اتناشر مجموعة باربع فرق. ومجموعة بتلت فرق. وبينضم للتلتاشر اوائل بيتضم بقى ايه? اه اتنين تواني من اضافة للدولة. الله يسطر على هذا البورج. هادي امامنا البعض يا تساءل ربنا يسطر على هؤلاء طبعا. هادي امامنا هو الجمهور النيجيري. اللي اتى لمشاهدة النصور الخضر ومشاهدة الفرعنة. لكن حتى الان تعادل سلمي في هذا اللقاء. ضمن تصفيات امام افريقيا الفين وسبعتاشر في الجمهور. كرات المنتخب الناجيري امامنا اللي بيحضر تحضير في وسط الملعب. اوب وابونا. يضع في اتجاه اوبي اوبي ميكال. هيكتور كوبر محمود فايز ايم. والتعليمات المستمرة على طول استلام من جانب اللعب امروزي. كرات اللي بيحاول بنخلالها ايطوبو. كليتشي ايناتشو. الى ايجاله. بدأوا يركزوا على العمق. استلام على طول من موزز. المسان ده من استلي. هادي امامنا التزديد خطرة جدا. خطيرة 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 خطيرة. وهدف عن طريق اللعب ايطوبو. هدف عن طريق اللعب ايطوبو من المتابعة. هدي الكرات لسه بقول بدأوا يركزوا على الكرات اللي ملعب. والكرة المسددة من جانب اللعب كليتشي. وتبتد الكرة من القائم. والمتابعة من جانب اللعب ايطوبو. اللي بيسجل هدف تقدم لناجيريا في الديئة ستين من عمر اللقاء. واحد لشيء لصالح المنتخب الناجيري. هادي الجماهير اللي بتابع اللقاء. هدف الديئة ستين. ركزوا منتخب ناجيريا على العبق. وامامنا هنا هو اللعب اللي دافع به النهاردة. اللعب الاحسن اللعب اه واحد في افريقيا الفين وخمستاشر. وانتو ايطوبو. اللي بيسجل اول اهدافه الدولية. مع المنتخب الاول. هدي امامنا كرة. بص استلام كليتشي. سند كرة قوية ترتطم. والتغطية دفاعية بقى متأخرة في اللقطة الماضية. والمتابعة من جانب اللعب ايطوبو. كرة قوية جدا صعبة. في القائم ترد ترجع فين? ترجع الى ايطوبو اللي بيسجل من المتابعة. كرة تكليتشي ايناتشو. لعب فريق نادي منشستر سيتي. اللي وضع كرة في منتهى القوة. في منتهى الروعة. يعني طبعا اينا بقى المتابعة وهدف تقدم للمنتخب الناجيري. تبديل يطلع كوكا وينزل مكانه مروان محسن. هدي التبديل مروان محسن. يدفل مكان احمد حسن كوكا. لعب نادي الاسماعيلي. ايضا يستعد اللعب امينو امون. امينو امون. اضم كل من مصر ونيجيريا وتنزانيا والشاد. منتخب ناجيريا صاحب طلاث القاف في هذه البطولة. اربع نقاط من فوز على الشاد بهدفين. وتعادل امام تنزانيا. مصر في المركز الاول في هذه المجموعة. ست نقاط. فوز على تنزانيا تنزانيا. وفوز على الشاد خمسة واحد. تخب ناجيريا اليوم يطبح في الفوز مع المدرب القديم الجديد سياسيا الذي وضع تشكيلة في مباراة اليوم لمنتخب النصور الخضر امام منتخب الفراعينة. منتخب النصور الخضر اليوم في حراسة المرمى اكمي. رقم واحد. امروز رقم خمسة. وبابونا رقم اتنين. وعبدالله شيو رقم تلاتاشر. واموزي رقم ستة. وسط الملعب جون ميكل اوبي رقم عشرة. وايتيبو رقم اربعة. واللعب احمد موسى سبعة. في المقدمة كليتشي ايناتشو رقم تمانية. اوديون ايجالو رقم خمستاشر. ايضا اللعب موزز سيمون في هذه التشكيلة التشكيلة اللي امامنا في مباراة اليوم. ايجالو رقم تسعة. وكليتشي ايناتشو رقم تمانية. تشكيلة سامسون سياسيا. تولى المهمة بعدما اه تمت اقالة المدرب ساندي اوليسي في مطلع اه هذا الشهر. وتولى سياسيا اللي ليس بغريب عن الكرة القدم في ناجيريا. قدهم الى اه وصافة كاس العالم للشباب الفين وخمسة. ايضا الى فضية اولمبياد الفين وتمانية. هكتور كوبر امامنا الارجنتيني. في اختباره الجاد اليوم. بتشكيلة احمد الشناوي. في حراس المرمى في الدفاع عمر جابر. اربع رامي ربيعة تلاتة احمد حجازي ستة. حمد طلبة رقم عشرين وسط الملعب. ابراهيم صلاح خمسة. ومحمد النني سبعتاشر. يلعب ابن الله السعيد رقم ساعتاشر في الجنب اليمين. محمود حسن تريزيجي رقم سبعة. وفيلم مقدمة محمد صلاح. رقم عشر او احمد حسن كوكا. رقم تسعة. حكم مباراة اليوم جاني سيكونزي الحكم الزامبي. وبداية اللقاء. ومنتخب نيجيريا. مباراة ضمن المجموعة السبعة. تلاتاشر مجموعة. يصعد منها تلاتاشر فريق اللي بيحتلوا المركز الاول. ويتم اختيار احسن اتنين تواني من المجموعات التلاتاشر. عشان يبقى العدد خمستاشر ينضم لهم منتخب الجابون اللي هينزم النسخة القادمة ان شاء الله الفين وسبعتاشر. مصر سبع القاب ومنها تلات القاب متتالية الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة. ثم غياب في تلات نسخ متتالية للمنتخب المصري الفين واتناشر والفين وثلاتاشر. واخيرا في الفين وخمستش. احمد موسى. هدي امامنا احمد موسى السريح. سياس كابوسكو. خطرة جدا. خطرة جدا. اول كرة من احمد موسى وبداية هجومية المنتخب الناجيري الكورات العالية. متخب المصري بقى اول كرة خطرة من احمد موسى. بمهور كبير في ملعب اللقاء. ملعب احمد وبيالو. وبالمناسبة رئيس وزراء اه اه شمال ناجيريا. كان هناك عاصمة الشمال مدينة كادونة في الفترة بقى من اربعة وخمسين لعام ستة وستين. ادي امامنا الانطلاق. احمد موسى عمل اول خطورة على المرمى بالكورة العرضية اللي كانت طبعا فيها خطورة جبي جدا. ادي امامنا السلام. حمد النيني. حمد النيني. مواجهة امام لعب المان سيتي. لعب المان سيتي نقام تمانية. لعب كليتشي ايناتشو. المحترفين التلاتة لمنتخب مصر احمد حسن كوكا. لعب سبورسين براجا. اللي وصل يعني الى آآآ النتيجة رائعة جدا. الى الدور ربع النهائي في الدوري الاوروبي. هيواجه فريق نادي شختار الفريق الاوكراني. سبورتينج براجا. ايضا محمد صلاح نجم روما. ومحمد النيني نجم الارستر. في حين تشكيل الموجودة النهاردة اللي عملها سياسيا. فيها لاعبين صغار من طبعا المتخب النجي. هدي وسط الملعب ايه توب. احسن لعب ساعد في افريقيا. في عام الفين وخمستاشر. جايز اللي فاس بيها ميدو. في الفين واثنين. واللي فاس بيها مارتنز. في الفين وثلاتة. وقبي ميكين الفين وخمسة. وطايتايو المدافع الفين وستة. وكان اخيرا كان فاز بيها اللعب ايتيبو في الفين وخمستاشر. وقبله كان فاز على فكرة اللعب ابراهيمي. كان فاز بتلك الجائزة في الفين واربعتاشر. نترك الجوائز لانها مباراة قمة. وقمة تاريخية دائما ما بين المنتخب النجيلي والمنتخب المصري. نتذكر اخر فوز لمصر رسميا. كان على ناجينيا تلاتة واحد. في امم افريقي الفين وعشرة انجولا. عمد متعب واحمد حسد. العميد وجده وكان سجل اللعب اوباسي. امامنا كلها عالي عطول. عمر جابر. عمر جابر. وتدخل موزي السيمون. لعب اللي امامنا لعب نادي جنت. لعب اللي اللعبين المميزين الحقيقة. موزي السيمون بيلعب في الجبهة الشمال. مميز اوي بالمراوغات والتزديدات. وايضا بالفولات. بداية اللقاء. بل التوفيق منتخب النهاردة. مطالب بالاداء الجماعي. مطالب ايضا بالتركيز والالتزام والقتال والروح. من اجل الوصول الى الترشح والتآهل بطولة غبنة عنها في اخر تلات نسخ منها. في غينة الاستوائية والجابون الفين وتلاشر. في جابون في جنوب افريقيا الفين وتلاتاشر. في غينة الاستوائية ايضا الفين وخمستاشر. ننتظر ان شاء الله التآهل والترشح. رامي التباسم. رامي التباسم. يلعب اللعب ستانلي. موزي. يلعب النهاردة في اللقاء بعد فترة غياب. يلعب في اولنانسي. لعبين اللي لعبه مع المنتخب اللي تآهل للأولوبياد. ادي الكرات العالية الشناوي. على طول يردع الشناوي. احمد الشناوي. احمد الشناوي. حارس مرمى مصر النهاردة. عسام الحضر الاصابة اللي المتبين. الشد اللي جاله فيه اه طبعا للتدريب الاخير. عسام الحضري اللي عادل المنتخب. عرض ابو دلاء مصر محمد الشناوي. ورمضان صبحي واحمد دودار وصبر الرحيل. ومروان محسن وحسام غالي وطرق حامل. خرج بالقيمة اه عمر واردة وعلي جامر وعلي جبر ومؤمن زكريا وايمن حفني وعمر جمال وحزم امام. كان الصاب قبل الصفر اللعب مصطفة فتحي واستبعاد طبعا كهرامة وباسم مرسي اسماء غير الغيبة زحمة. فتحي برضو بالاسماء الكبيرة الغيبة. هادي امامنا كورة تعود استلامة لطول. وسط الملعب محمد النني محمد صلاح. يستد صلاح لكن تصل او بميكان. في تخبطات ادارية في المنتخب الناجيري. هادي امامنا الصرعة والصراع. ودي رامي. رامي ربيعة. والكورة يطلعها عبقى واحد من يعني المهاجمين الموزين. اوديون ايجالو. فدرات تهديفية عالية جدا. لعب نادي واتفورد. فريق واتفورد اللي عمل مفاجأة كبيرة واخرج نادي الارسل في الاف اي كاب. وكان سجل اللعب في تلك المباراة. اللعب ايجالو بعد ما كان صايم من تلاتة وعشرين يناير حوالي يمكن اربعين يومس يوم عن التهديف. كرة العالية. تعامل مع كرة العالية. الاتطاب الكرة عمر جابر لغبطة. لغبطة ما بين عمر جابر في اللقطة الماضية. واللعب ايه اللي طبعا في اللقطة الماضية كان محمد النيني. هدي النيني وعمر جابر ولكن يتدخل رامي ربيعة في توقيت رائع رامي ربيعة. كرة العالية اللي بتعمل ارتباك. هم حاجة بقى نتعامل مع هذه الكرات بيقزها. اول ركنية. هاجمة كده بدون داعي ارتباك. في اللقطة الماضية لكن على طول رامي ربيعة غطت. ركنية ملفوفة حلوة اوي. هدي امامنا على طول. يطلع ابراهيم صلاح. تزديدة البعيدة من جانب اللعب اللي بيسدد اللعب امودزي. انتخب النجيري بما يملك بقى من سرعات وقوة والتحامات. ولكن المنتخب المصري النهاردة مطالب ان شاء الله بالاداء. وبي يعني الحفاظ على اسم والتاريخ كورة القدم المصرية. اللي بتبحث عن يعني العودة للمشاركات الافريقية. ده غير بقى طموح كأس العالم. كون على طول ملعوبة. على القائم الاول. راجع امامنا هنا بيقدت دور دفاع احمد حسن كوكا وتسلل. تعالى. تعالى متسلل. احمد موسى امامنا هو. قال عايز تسجيل مبكر. في مباراة اليوم. في اول ربع ساعة. نسجله استغلال الجماهير. احمد موسى. واحد من اللعبين. دي مملكه. يعني كان هو الكابتن على فكرة كان القائد. مع المدرم السابق. اللي طبعا ترك المهمة صنديق ليسه مشاكل كميرة قوي مع الاتحاد. لكن مع تولي سياسية المهمة. اه يعني اعطى شرط كابتن للعب اوبي ميكل. هو القائد. حتى هو يعني نهاردة بنشوف عبدالله السعيد. قائد المنتخب المصري في غياب الحضر وغياب ايضا حسام غالي بنشوف عبدالله السعيد النهاردة. تمنا التوفيق للعيم منتخب مصر. حمد طولبا المفضلة مع سابر الرحيل. حمد طولبا اللاعبين المميزين جدا. نلتزاب وانضباط. وبيشارك امامنا هو عند اربعة وثلاثين سنة ويلعب مباراته الدولية الخمسة مع المنتخب الوطني المصري. هيكتور كوفر. اين واربعين لعيب مع هيكتور كوفر. قياسا طبعا بما كان مع يعني مع بوب رادلي مسلا عدنا التسعيد. فشلنا في التآهل في الفين واثناشا اه مع خروجنا في مجموعة كان فيها النيجر وجنوب افريقيا وسيرليون. فوزنا عن نايجر وتعادلنا مع السيرليون. وبعد كده كان الكابتن حسن شحاتة المعادل حسن شحاتة كان مع المنتخب ذلك. ثم بوب رادلي خرجنا امام افريقيا الوسطى بعد الخسارة في القاهرة اثنين ثلاثة والخسارة يعني كان طبعا سبب في خروجنا بعد تعادلنا في افريقيا الوسطى كان تعادل واحد واحد. ثم بقى الخروج الاخير مع كابتن شاوي غريب في مجموعة ضم التونس والسنجال وبوتسوانة. وعرفنا الفوز في تلك المجموعة فقط في اللقاء. اين لقاء اي بوتسوانة? لكن حتى الان فوزنا في المباراة الاولى على تنزانيا. تلاتة الاشياء وعلى اتشاد بخمسة واحدة. عبدالله الصعيب. عايزين نلعب لعبينة. يعني عايزين الاداء المصري يكون الاداء اللي بيترجب الكرة المصرية. مع وجود اللاعبين المحترفين المصريين. ووجود ايضا اللاعبين المحليين. على طول يشيل للمرة دي. احمد حجازي. تحرك حلو او ابرهيم صلاح خبرات العالية اللي هارضة المفاضلة ابرهيم صلاح. ولا طريق حامد الخبرة اللي عند ابرهيم صلاح. خلال مشواره مع نادي الزبالك قبل رحيله الى نادي سموح على سبيل العارة. ادي امامنا هنا من تابع. محمود حسن تريزيجي. لعب المعار من نادي الاهلي. نادي اندلاخت في بلجيكا. واللي امامه مهلا. نادي اندلاخت بقى لحسب الامور حتى خمستاشر ابريل. محمد صلاح. تغطية دفاعية على طول. ادي صلاح معا اللاعب عبدالله. اللاعب رقم اه تلاتاشر اللي بيلعب في الجنب الشمال. بداية الهجمة. عن طريق الجبهة الشمال. انتشوف بقى جابها الشمال. ادي موزيس. موزيس سيمون. يلعب في نادي جانت. ادي كليتش ايناتشو. عمر جابر على طول تغطية واحد من افضل اللاعبين المصريين في الفترة الاخيرة اللاعب عمر جابر. عمر جابر المتميز. الحقيقة النهاردة في هذا المكان ومواجهة صعبة مع موزيس سيمون امامناه اللاعب رقم خمستاشر. مدلاء المنتخب الناجيني. اه دانيال اه اكبيجي في حراسة المربع. اتشي جيلي. وفيكتور موزيس. اه امينو اومر. وايضا اللاعب اه كالو اوروجي. بالاضافة للاعب اوزو بيوكي. اللي ضمن البودلاء. والكس ايوبي. لعب نادي الارسل. زميل محمد النيني اللي كان تعرض لنزل معاوية. بعد يعني طبعا انتقاله وصفره الى كادونا. حيث تقام هذه الببرة. سيمون موزيس. مرة تانية السلام احمد حسن كوكا. فور معالية او مع سبورتينج براجة. ودي انتلاقة. هدي محمد صلاح الكرة العرضية. تريزي جيه في الانتظار. ولكن هنا تغطية الدفاعية على طول. من جانب اللاعب عبداللهي. هدي تغطية من جانب اللاعب عبداللهي. اللي بيلعب في اه ماديرا. اللاعب اللي كان لعب امام اه احمد حسن كوكا. وفريق كوكا فازق بهدفين. ادي كوكا. لكن ارضية الملعب. شكوى من جيلة الملعب. كرة على طول. شوف امامنا. النهاردة حتى في تعديلات عاملها في ملاكز اللاعبين. هاردة بتشوف تعديلات بيلعب عبداللهي. في مركز الزهير الايمن. وبيلعب امروز مع اللاعب اوبابونة في الدفاع. في قلب الدفاع. سياسيا. احاديث وتصريحات كثيرة. ظهر من خلالها الثقة في اللاعبين. وقال ان هو لن يترك المنتخب الناجيري. يلعب يعني كرة القدم الا الكرة المناسبة لهذا الاسم وهذا الفريق. فشل في التآهل في الفين واثناشر عندما كان مدربا للفريق الاول. المنتخب ناجيريا. اللي احتلت وقتها مركز تاني خلف غيريا. وكان معهم اثيوبيا ومضغاشخر في تلك المجموعة. حتى الان التعادل السلبي. احداشر دقيقة. احداشر دقيقة تعادل سلبي. ستة وخمسين سنة تاريخ المواجهات. يعني باللقاءات الدولية والودية والايضا المنتخبات الاولمبية تلاتة وعشرين مباراة. فوز ناجيريا في عشرة. تعادل في ستة. وفوز مصر في سبع لقاءات. استهلنا الفوز ستة اتنين. في ديسمبر تسعة وخمسين. كابتن صالح سليم هدفين. شيخطاء اسماعيل بنديله الصحة. كابتن رقفة عطية. حمدي عبد الفتاح. في تلك المباريات طبعا منتخب مصر كتحضوزه اوفر على المنتخب الناجير. كنا ترجع على طول. حارس المارما. كارل اكمي. حارس مارما بيلعب في وولفز. بيلعب في وولفر هامتن. على طول امروز. لعب المدافع. لعب فريق السيلتك. يلعب الله. عبد الله شيهو. يلعب في الجنب اليمين. يغياب كل من كينس اميرو. نهاردة بيغيب كينس اميرو. بيغيب ايضا اللعب اه وجباله. اللعب نادي ماينس. وايضا بيغيب اللعب اوناتزي للاقاف. لعب نادي ناتزي. بداية الهجمة. كرات ومحاولات امامنا. كرات اللعب اوبوبونا. لعب المدافع. تحرك في الجنب الشمال. عن طريق اللعب امودزي. امودزي. كرات العرضية الخطيرة لكينالاتور. برافو رامي ربيع. رامي ربيع. محمد صلاح. محطة هجومية. يادع الكورة. الى عبدالله السعيد بقى من لعبين الموازين. ده سر النهاردة بنشوف عبدالله السعيد. في مباراة اليوم يلعب لانه الحقيقة بيقدم عروض طوية جدا. عدا صلاح يا راجل ادي له تحت الفرصة. حكم اللقاء مدي خطأ على محمد صلاح. يعني فاول على صلاح. لأ مفيش طاعة فرصة. ادي محمد صلاح. نجم نادي روما. حداشر هدف. هدف روما في الدوري الايطالي حتى الان. بخلاف هدف اه طبعا اوروبي كان سجله بقى مع فريق نادي روما خلال مشوار ومع روما في هذا الموسم. رامي ربيعة. ابراهيم صلاح. لبرو امام قلبها الدفاع. دور ابراهيم صلاح النهاردة والنيني. مهمة اوي امام رامي ربيعة وما في حجازة. وسط الملعب. اوبي ميكان. لعب نادي تشيلسي. يلعب في البلوز. رامي ربيعة. شوف هنا التقطيع على طور. اه يا هولد حمدة طلبة بقى. هي دي الميزة اللي عند حمدة. ان حمدة يرحل ويبقى يعني قلب دفاع ثالث. ويتأخر في الجنب الشمال. شوف بقى فكر. الارجنتيني هيكتر كوبر. هيكتر كوبر مسيرة كبيرة جدا الحقيقة. و و و متفوق اه خلال مشواره. سواء بقى مع الاندية الارجنتينية او في مايوركا او في فالينسيا او مع الانتر مع ريال بتيس او حتى على مستوى المتخبات مع متخب جورجيا. والمسيرة والمشوار اللي نشوفه بقى ان شاء الله. لهكتر كوبر والجهاز الفني اللي معاه اسامة نبيه. وجوزيه. واحمد نجح رسط المربا. ومحمود فايز. يعني القايمة كبيرة جدا محمد ابو العين عصام الابراشي. والاسماء الموجودة الحقيقة. اه في اه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. المنتخب المصري. اساس بالفقر. ما تقول منتخب الوطني. تشعر كده بالبهجة. تشعر بالفرحة. و ان شاء الله تكتمل الفرحة مع اداء مميز. ونتيجة اجابية قبل اللقاء القادم ان شاء الله. يوم الثلاثات القادم في برج العرب. في استاد الجيش احد يعني الاستادات المميزة جدا. استاد برج العرب استاد الجيش. اللي ان شاء الله تتلعب عليه مباراة العودة في هذه المجموعة. امامنا كرة طول تنزانيا فازت على تشادبه عندها اربع نقاط. رفعت من حرارة المنافسة في هذه المجموعة. حمود حسن تريزي جي. شوف النهاردة لعب اللي بيشارك من بداية اللقاء تريزي جي. فريق اندرلاخت فريق الثالث في الدوري خمسة وخمسين نقطة وحاليا نصدرها لبروك اربعة وستين ونادي جانت بستين نقطة. نادي اندرلاخت بالاندية الكبيرة في بلجيكا فاز باللقب الدوري تلاتة وتلاتين مرة وسط الملعب.